يا صلاح يا عالمي بسم الله الرحمن الرحيم عزيزي المشاهدين اهلا مرحبا بيك في حلقة جديدة من استاد المحور لا صوت يعلو فوق صوت منتخب مصر بكرة ان شاء الله بإذن الله في الساعة السامنة مساء يلتقي منتخبنا الوطني مع منتخب النيجر بعد كأس العالم ارجو ان ننسى كأس العالم ومضارة في كأس العالم ومشاكل كأس العالم خلاص مرحلة وعدت وزي ما طول عمر بقول احنا احسن شعب في العالم بينسى لكن بننسى عشان بلدنا وعشان منتخبنا اختيار الاتحاد الكورة للمدرب مستر اجيري كان عليه لغط ولكن خلاص استقرت الامور فبالتالي احنا لايس لنا تعليق على اي شيء الا مساندة المنتخب الحاجة المهمة اللي انا عايز اتكلم فيها برضو حتة محمد صلاح يعني الحمد لله بعد ما وصل محمد صلاح وصل بما يليق بنجم كبير زي محمد صلاح الامور كلها انتهت الاحتفالية اللي اتعاملت محمد صلاح اكيد اكدت او زوبت حاجات كتير كده او اذابت حاجات كتيرة زيارة معاني الوزير اشرف صبحي للمنتخب والمهندسان بابوريدة والجلوس مع صلاح اعتقد انهت كل حاجة وهنا يمكن كنت بتكلم مع مصطفى واحنا جايين في الطريق مصطفى ابني طبعا يعني على محمد صلاح اللي لازم ينسى ولازم يعمل لا اتقوله ادرش محمد صلاح بقى لعيب بروفشنر لعيب محترف مش هيفكر في المتاهات والحاجات الصغيرة دي انتهى خلاص بقى اللي تعب محمد صلاح حيتتبقى عدم الوطنية والناس اللي بتتكلم محمد صلاح ما يجيش تاني لا 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 الحمد لله ابناء هذا الوطن المخلصين من ضمنهم محمد صلاح انا مش عايز اتكلم في المنتخب كتير لان انا معايا نجم من العار التقيل وزميل ملعب وزميل منتخب وزميل تختة وزميل كل حاجة كل حاجة في الحياة كابتنك كبير كابتن ناجز زمالك كابتن نصر فاروق عفر فانا مش هتكلم في اي حاجة في الكورة الا لما يدخل زميلي وصديق العزيز اللي مشرفني النهاردة كابتن فاروق عفر انا عايز اقول لكم اخبار منتخبنا الوطني النهاردة المنتخب بالتقريب يعني زي ما بقولته العمري قال له الحق الاصيل في التشكيل هو المدير الفني لكن الاعداد اكتهت وجاب لنا شبه التشكيل لكن 90% منه هو ده الصح استقر خفير ايجيري المدير الفني المنتخب الوطني على التشكيل الذي سيخد مباراة الفراعن امام النيجر غدا في التصفيات حراس المرمى محمد الشناوي هنا برضو لازم اقف عند محمد الشناوي الناس بتتكلم ان محمد الشناوي كان وحش في مطش اللي فات مع النادي الاهلي شيء طبيعي احنا مش هنلعب طول عمرنا كويس لازم مرة فوق ومرة تحت لكن هو مواصفات لعب دولي مواصفات لعب دولي خط الدفاع ايمن اشرف وعلي جبر وحمد حجازي وحمد المحمدي خط الوسط طارق حامد ومحمد النني ومحمود ترزيجي وعمر وردة الهجوم محمد صلاح وصلاح محسن وهنا عايز اقف عند صلاح محسن زي ما كان بيكلمني الشباب هنا معايا في الاستوديو ان صلاح محسن كان الاحق من مروان محسن وقال لتنين محسن الحمد لله في كأس العالم لكن دي يا جماعة زي ما تعودنا دي اختيارات مدربين والمدير الفني هو المسؤول واعتقد ان احنا يعني الشعب المصر عمل كل المطلوب منه مع هكتر كوبر المحمد ينجهز مفاجآت للنيجر وبصمات اجيري مع المنتخب تظهر غدا مش عايز انتخد مش عايز انتخد يعني مش عايزين نوسع المسئولية مش عايزين نوسع المواضيع يعني ده انا مشفق على اجيري لانه لم يضع بصمته حتى الان على منتخب مصر ضرب اول مرة يمسك المنتخب يمرن المنتخب يعني في حاجات كتيرة لكن خلينا نشوف لكن الراجل بقول حاجات كويس هكلمكو عليها دلوقتي اكد احمد المحمد الزاهر الايمان لمنتخب مصر وقاد الفراعن ان المكسيكي اجيري المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني رغم الفطر القصير التي تولى فيها الادارة الفنية بعد رحيل كوبر ان انه عمل بشكل جيد مع اللعبين ونجح في تحفظهم طريقة لعبه تابع المحمد في المؤتمر الصحف البراط مصر والنيجر قائلا لا اريد اهضار عمل اجيري بالحديث به حاليا ولكن غدا سوف ترون عمل جديد لاول مرة على مستوى المفجآت الخططية شدد قادر المنتخب الوطني ان جميع اللعبين ينتظرون غدا الدعم الجماهيري في مواجهة النيجر ان شاء الله وده دايما معودنا جمهورنا يا محمد اللي هتتلعب بكرا ان شاء الله في برج العرب وانهم لهم دور ايجابي جدا انا نقطة مهمة جدا اجيري محمد صراحة كابتن الرابع للمنتخبة ياريت تجيب للكاميرا يا محمد لو سمحت شاكر هتلي الكاميرا لو سمحت انا النقطة دي مهمة جدا يا جماعة في لعيبة مش محتاجة دي في لعيبة لان في الناس طلبت ان يبقى محمد صراح كابتن منتخب مصر احنا مش على المستوى الاحترافي برازيل اسبانيا انجلترا ايطاليا عد احنا برا الشكل العام ده تماما فبالتالي اي واحد سواء في نادي اهلي زمالك منتخب مصر يبقى كابتن منتخب مصر انا شخصيا مرت بهذه التجربة مع شريك عمري ورفيق عمري كابتن خطيب في النادي الاهلي المحمدي هنا هتتحسب له كان كابتن منتخب مصر لكن محمد صراح مش هتفرق معاه لان محمد صراح بقى في حتة تانية خالص بالضبط زي انا ما كنت بتكلم على الخطيب وانا كنت الكابتن بتاع الخطيب لكن الناس هتقول ايه مصطفى يونس لعب مع الخطيب مش الخطيب اللي لعب مع مصطفى يونس لكن كابتن النادي الاهلي تختلف التاريخ دلوقتي بيقول ان انا اول واحد شال بطولة افريقيا فهنا الحتة دي فيه لعيبة ما تفرقش معها زي الخطيب زي محمد صراح زي فاروق عفر زي حسن شحاتة زي كابتن عالبو جريشة كابتن الكبير فيه لعيبة كده لكن فيه لعيبة اللي زي حالتنا لا كابتن النادي الاهلي او كابتن منتخب مصر دي بتبقى حاجة مهمة جدا لكن لا انا عايز اكدوا ان صلاح ولا تفرق معاه ولا تفرق مع صلاح فالناس بتلعب على الحتة دي احنا عايزين نقف ومش عايزة اطول النقاييري قال ان محمد رقم اربعة الكلام ده مش عايزين نتكلم فيه تعالوا بقى شوفوا الحاجة الحلوة بقى شوفوا قيمة محمد صلاح مدرب النايجر منحته صوتي لمحمد صلاح في السباق الافضل بالعالم ولا نلجأ للسحر يعني شفتوا محمد صلاح وصل لفين مش عشان النايجر مش عشان النايجر ده في العالم كله النهاردة كان فيه مؤطمر محاضر انجليزي كان بيحاضر في الجامعة او في مؤطمر جاي لابس فنالة محمد صلاح يا جامعة هو فيه احلى من كده وبرده زي ما انا طول عمري بتكلم في النوعية دي نوعية الخطيب نوعية حسن نوعية حازم امام كابتن علي بوجريش فيه نوعيات كده من اللعيبة الادب والاخلاء ويه ويه مش مجرد لعيب كرة بس فمحمد صلاح ما اكتسبش ده مش عشان هو لعيب كرة بس عشان اخلاقيات محمد صلاح قبل الكرة فمحمد صلاح بقى ايقونا في انجلترا مش فعندين احنا بس كمصريين اه 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 فينا تركي الشيخ اتمنى ان يكون منتخب مصر الفرق الرابعة في البطولة الودية نفسنا نفسنا يا بشموند سهان يا بوريدا رئيس الاتحاد المصر الكرة القدم يبقى عندنا برنامج لمدة سنة زي الناس المحترفة مش عايز اقول كلمة تانية لكن زي ما احنا شايفين في الفيفا ديت اللي بلعبوا منتخبات اوروبا بتلعب ايطاليا بتلعب والمانيا بتلعب والمانيا وفرنسا كانوا بيلعبوا ليه ما نعملش ده ليه ما نستفدش بالتوقف بتاع الدوري ده حكلم ما ده مع كابتننا الكبير الكابتن فاروق وهو كان المدير الفني للاتحاد ازاي نخلق نخلق وقت ليه منتخبنا اللي هو الدوري بتلعب على اساسه اللي هو بيمص المصر يعني يعني المنتخب يلعب امتى ده احنا ما عندناش اساسا وقت للدوري لكن اتمنى ان يكون هناك تنصيق مع منطقتنا العربية يبقى عندنا بطولة زي بطولة اوروبا اللي بتتلعب دلوقتي منتخبنا الوطني وكابتننا الكبير الكابتن شاوي غريب تعادل امام روسيا النهاردة واحد واحد وده يحسب للكابتن شاوي وبرضه من ضمن الحاجات اللي هتكلم معها مع كابتن فاروق منتخبتنا منتخبتنا للشباب ولنشيئين وقولومبي اللي احنا بنصيف من بدري الشحات عن الانضمون الاهلي اللي هن ارحل عن العين الاماراتي حاليا لانك فيه كلام كتير ان الشحات جاي النادي الاهلي ولا رايح هنا ولا رايح هنا نروح للجمعية العمومية للنادي الاهلي وكابتننا الكبير ورئيس مجلس الادارة كابتن محمود الخطيب وعضاء مجلس الادارة الخطيب بيقول غياب الاستقلالية وراء تفكير مجلس الاهلي في لائحة خاصة قال محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي ان ملف لائحة النظام الاساسي بدأ عام 1908 اي بعد عام واحد من انشاء النادي موضحا خلال لقاهم اعضاء الجمعية العمومية بفرع النادي بمدينة نصر ان النادي الاهلي اول نادي في مصر فكر في انشاء نظام اساسي يعمل به ومن سم تسميته بقانون الاهلي ولكن مع مرور السنوات والقوانين في الدولة تغيرت واصبحنا نصير وفقا لقانون الرياضة واوضح ان الاهلي شعر بحالة من القيود بسبب غياب الاستقلالي لو من سم استنادا الى ريادة النادي بدأنا المطالبة عام 2006 بتغيير القانون وفي 2011 قدم الاهلي ورقة عمل كاملة حتى تكون سند لنا وبعدها اعتمدنا النظام الاساسي للاهلي عام 2013 ولكن وزارة الرياضة رفضت وقتها اعتماد لاحة النظام الاساسي للاهلي واشار ان الاهلي دائما صاحب الرياضة وكانت له كلمة السري في تغيير قانون الرياضة عام 2017 حيث نجحت مساعي الاهلي في هذا الامر يسكر ان رئيس الاهلي قد بدأ منذ قليل لقاءه المفتوح مع اعضاء الجامعية العمومية بفرع النادي ببنية نصر لمناقشة مقترحتهم حول مشروع لاحة النظام الاساسي واستكمال المناقشات التي دارت امس الخميس خلال اللقاء الذي زع قضاء رئيس الاهلي مع اعضاء الجامعية العمومية بمقر النادي بالجزيرة ويتطلع رئيس النادي الاهلي واعضاء اللجنة المركزين لمشروع لاحة النظام الاساس لمناقشة اعضاء الجامعة العمومية في لقاء اليوم والاستماع لمقترحتهم بشأن مشروع اللائحة من اجل الوصول اللائحة تحاقق كافة مطالب وتطلعات اعضاء النادي الحقيقة انا عايز اتكلم هنا في حتة مهمة جدا ودي انا قلتها من اول يوم طرحت فيها اللائحة الجديدة للنادي الاحلي وناس طلعت وتكلمت وانا اتكلمت في الموضوع ده لكن انا عايز ايأكد عليه ان مجلس الادارة مجلس الادارة يبقى شريك لي في هذه اللائحة الجامعية العمومية في حد ذاته ده نجح لمجلس الادارة لان ده ليس حكر على الخطيب ولا العمري فاروق ولا خالد مرتاجي ولا الدرندالي ولا الجرحي ولا طارق ولا اي حد ولا اي حد الجامعية العمومية لها الحق الاصيل في النادي الاهلي الناس لما كانت بتنتقد مجلس الادارة يا جماعة الراجل قال خدوا اللي عايز اللي انتو عايزينه واحنا هنوافع عليه لان الجامعيات العمومية وانا اعتقد اول مرة تبقى ارادة جامعية عمومية وليست ارادة مجلس ادارة عشان كده انا بطول عمري بقول ايه ان النادي الاهلي مؤسسة بصرف النظر عن اي شيء لكن هي دي قيمة وقامة النادي الاهلي وطول عمري بقول مش تحيز والله العظيم ان الجامعيات العمومية في النادي الاهلي مختلفة عن كل اندية لا تنسق ورا رئيس ولا عدو مجلس ادارة ولا الكلام ده مصلحة النادي الاهلي فين هي وراها في امثلة كتيرة من غير منخوض في مواضيع انتهت لكن تحسب للمرة المليون تحسب لمجلس الادارة برئاسة نجمنا الكبير كابتن محمود الخطيب اللي مونس كافراوي بيقول اجراء الانتخابات على يوم واحد يضمن الشفافية طبعا ده العضو مكسز ده رسوز ابراهيم الكافراوي من الشباب المحترم كمان الاهلي يكشف عن 1600 اقتراح لتعديل بنود مشروع اللائحة وجه محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي كلمة لأعضاء الجماعية العمومية للنادي في مدينة نص خلال لقاب أعضاء النادي لمصلت النقاش حول مشروع اللائحة النظام الاساسي وجه شكر طبعا للجماعية العمومية اللي تواجده طبعا بكسافة واكد ان الهدف من اجتماعه ندوته اليوم هو حرصه الكبير على الرد على الاستفسارات والنقاشات حول لائحة النظام الاساسي وكذلك سمع اي رؤى او مقترحات على بنود مشروع اللائح هنا بيبو انا ارفع لك القبعة القبعة واوضح ان كل البنود التي شادت جدلا تم النظر اليها وما زال هناك مناقشات دائرة حتى الان للنظر في بعض البنود التي تم طلب تعديلها وعرضها على اللجنة المركزية ومجلس الادارة مؤكدا ان المجلس اعتمد الان تلاتاشر تعديلا على مشروع اللائحة هنا الدينة ايما مش قاعدة على خسارة نادي الزمالك من كيلوباترا يا شباب يا اهل مصر يا جماهير مصر العظيمة يا جماهير الكرة اسمه مباراة حبية مباراة تجريبية عشان تاخد المعنى الحقيقي والحقيقي تجريبية يجرب العيبة احنا الجيل بتاعه بتاع الخطيب وحازم خالد وعصام وعصامه ومحمود عبد الفتاح العرحمه والمجموعة بتاعتنا دي واحنا تحنى 18 سنة كنا بنكسب بالفرقة الكبير واحنا تحت 18 سنة لان الدوافع عندنا اكتر من الفرقة الكبيرة فبالتالي مش عايزين ناخد من خسارة الزمالك النهاردة فيلم الدنيا مقلوبة وانا جايتي لفنات وسوشال ميديا ومدرب كيلوباترا طالع يقولك احنا ملعبش بالفرقة الاساسية طب ما تطلع دوري ممتاز لما انت كسبت الزمالك بالفرقة اللي احتياطي زي ما انت بابتقول طب ما تستانا جاي بقى نشوفك في الدوري الممتاز والنبي يقول لي كده محمد والله مصطفى هو في ترتيبه كان في الدوري الممتاز في الدوري الدرجة الاولى مش عيب ده بالعكس ده دافع للعيبتك كمان هو الاول نتمنى انه يستمر كلوباترا وبعدين امكانيات ما شاء الله الله هو اكبر لكن ما يبقاش ده نصيحة نصيحة من واحد مجرب كتير في الحتة دي ماتش الزمالك ده ممكن يخسرك الماتش اللي جاي ماتش الزمالك اللي انت كسبته اذا ما عدلتش فرقتك والعيبتك ممكن يخسرك الماتش اللي جاي انا مش عايزك اطابه لاكتر من كده لان الوقت بيسرقني عشان معايا نجم من نجوم الكبار الكابتن الكبير الكابتن فاروق عفر عشان نتكلم في كل حاجة كل ما يخص كرة القدم لما يبقى واحد بحجم فاروق عفر يبقى اكيد هنفتح منتخب منتخبات منتخبنا الكبير الدوري التعديلات الخمس افارقة والسبع افارقة والعشر افارقة من خمسة وعشر لتلاتين وهو مدير فني الاتحاد الكرة ازاي طالعنا من كل البطولات للناشئين حتة التانية المهمة اول سؤال حسأله لكابتن فاروق هو بتفرج عايا دلوقتي ما الفرق ما بين الكرة في مصر ايام جيل نحن والجيل الحالي اطلع فاصل واستقب النجم الكبير كابتن مصر وكابتن نادي الزمالك صديق ورفيق الضرب كابتن فاروق عفر مالك النص اسطورة لن تتكرر فاروق جعفر او مالك النص كما يعشق جماهيره ان تلقبه احد دجوم نادي الزمالك فترة السبعينيات والثمانينيات حيث تميز بالمهارة التي لفتت انظار جماهير القارة الافريقية والعالم العربي كله والد فاروق جعفر في قرية توماس باسوان عام الفين وتسعمائة واثنين وخمسين وحصل على بكالريوز في التربية الرياضية واول من شاهد موهبته ميمي درويش لاعب الاسماعيل السابق وسيد الطباخ لاعب القناة والاولمبي عن طريق دور الفصول وكان عمره وقتها سبع سنوات ملك النص الذي حير مدافع مصر لمهارته الفائقة جعلت الجميع يحب الفتى الاسمر حين ذاك فاز مهندس نادي الزبالك بلقب احسن لاعب في الدوري اكثر من مرة مع العديد من البطولات مع القلعة البيضاء والمنتخب ويحل فاروق جعفر ضيفا على استاد المحور مع الاعلامي مصطفى يونس للحديث عن مواجهة المنتخب الوطني المصري المترقبة امام ميجر بالتصفيات المؤهلة للامم الافريقية الفين وتسعة عشر بالكاميرون مالك النصة أسطورة لن تتكرر فاروق جعفر او ملك النص كما يعشق جماهيره ان تلقبه احد دجوم نادي الزمالك فترة السبعينيات والثمانينيات حيث تميز بالمهارة التي لفتت انظار جماهير القارة الافريقية والعالم العربي كله واحد السمالك اسماعيل السفر ولد فاروق جعفر في قرية توماس باسوان عام الفين وتسعمائة واثنين وخمسين وحصل على بكالريوز في التربية الرياضية واول من شاهد موهبته ميمي دارويش لاعب الاسماعيل السابق وسيد الطباخ لاعب القناة والأولمبي عن طريق دور الفصول وكان عمره وقتها سبع سنوات ملك النص الذي حير مدافعي مصر بمهارته الفائقة جعلت الجميع يحب الفتى الاسمر حين ذاك فاز مهندس نادي الزبالك بلقب أحسن لاعب في الدور أكثر من مرة مع العديد من القطولات مع القلعة البيضاء والمنتخب ويحل فاروق جعفر ضيفا على استاذ المحور مع الأعلاني مصطفى يونس للحديث عن مواجهة المنتخب الوطني المصري المترقبة أمام النيجر بالتصفيات المؤهلة للأمم الإفريقية الفين وتسعة عشر بالكاميرون أهلا بحضراتكم مرة تانية مع الاجمينة الكبير وزميل الدراسة ورفيق الضرب والعمر وكل حاجة زي ما قلت لكم كابتن فاروق جعفر رؤى منورنا مشارفنا الرؤى دايما كده منور ودايما كده سعدي جمهور المصر كوري الحقيقة يا رب ان شاء الله قبل من قلت لحوة طبعا قعدنا نتذكر بقى أيام زمان كلية التربية الرياضية وين قبل ما أروح للزميلة وصديق العزيز وضيفي العزيز كابتن فاروق جعفر الحاجة محمد بطروخة دا كان زمننا في كلية بعيتلي بيقول لي إيه بقى مساء الفل على كباتن مصر وكباتن الزمن الجميل والرجولة والجدعانة مساء الجمال يا كابتن فاروق منورين رجعتوني للملعب البلاط اللي وراه صلت الشيش وانتو بتلعبوا كورة مع دكتور مصطفى باهي أسد زيتنا في الكلية وصلاح مزروع ومعانا غنم سلطان ومصطفى عبد وزيزو والخواجة يعني عدنا بقى نفتكنا وروع أيام الوقت الجميل وحمام السباح أحكي أنا ولا تحكي إنت أبوهيف أبوهيف بالضبط جدا نولنا كنت نفهم هنحكي مع بعض إيه الفرد ما بين الكورة على أيامنا وكورة دلوقتي كبير فرد كورة زمان موهبة وفقرة أيوة وكورة دلوقتي الغناء وطاقيم يختلف تماما عن الكورة بتاع الزمان خالص طيب إحنا زمان معظمنا أو جننا كله لعب فريق أول لم يتجاوزوا 18 سنة صح إنت قبل 18 سنة كنت بتلعب منتخب مصر ويمكن أكتر اتنين مميزين في جنة إنت وزيزو أصغر اتنين لعبوا في تاريخ مصر منتخبات وبعدين منتخبات إيه بقى؟ على أبو جرشة والشازل وصفرياض وبرام الخليل وابو العز وممي درويش وسايد عبد الرازي يعني كل واحد فيهم فرقة إيه اللي اختلف يا كابتن؟ مواهب كتا قد الدنيا دلوقتي ما بتشوفش الكلام ده نهائي في الكورة وخاصة في الخطبين الأهل والزمالك بسم الله الرحمن الرحيم طبعا أول حاجة أنا سعيد معك جدا أنا أسعى طبعا أنا أنت حبيبي وقوية وعمر وعشرة وكل حاجة طاني حاجة قناة المحور أستاذنا الكبير وأستاذ حسر راتي دكتور حبيب قلبي وأخونا كبير بحترم طبعا أنا مجرد نقول لي هو أنت أكلمتني خلاص طبعا أنا طبعا سعيد معك جدا نهاردة إن شاء الله ونقدم حلقة كويسة إن شاء الله أنا عايز أتكلم على نقطتين مهمين جدا في عالم كورة المصري كورة المصرية زمان كانت كورة الشارع ما كانتش كورة أكاديميات ومدارس كورة كانت كورة الشارع كورة الشراب الشارع بجامعة ومدارس كورة حاجات دي كانت بتعتمد بشكل كبير على الكشاف دلوقتي لا وضع يختلف تماما أولا كان الكشاف ويمكن على فكرة كان فيه دلوقتي دراسة بتتعمل مع الأستاذ الدكتور أشرف صبحي بنعمل لأ أنت كنت موجود معنا في الاجتماع إن إحنا دلوقتي بنفكر بنعمل حاجة جديدة لأولياء الأمور والشباب والأطفال إن إحنا نكتشف ونكتشف من 9 سنين لـ 18 سنة ونكتشف في المواحد ودي حاجة هتبقى بشكل كبير يعني حاجة كأننا بنرجع لزمان إن إحنا زمان أنا وإنت إكرامي عبد العزيز غانم خطيب كلنا اكتشاف من ناس كشفين العين بتكتشف في اللعبة فإحنا في الفترة دي إحنا لازم نقوم بالدور ده لازم نقوم بالدور ده دور وطني يعني بالضبط مشروع قومي يا كابتن فاروق طبعا بالضبط هو مشروع وطني أو قومي وإستاذ الرئيس بيشرف عليه ومعنا طبعا كابتن حسن شحة معنا نغبة من أو قابتن عالبو جريشا وصطف عبدو يعني نغبة كبيرة موجودة إن شاء الله المرحلة دي نشتغلها بشكل احترافي إن شاء الله بشكل فيه التركيز وطبعا ده اتجاه البلد وده حاجة تشرف كل الرياضيين عشان بعد كده حنت نتنقل مكو ورح نليع في السل وعايز بس أقول لسادة المشاهدين دي تعليمات سادة الرئيس بالضبط لم قال لسادة الوزير هو أنا ما عنديش محمد صلاح ميت محمد صلاح في 110 مليون وهنا جاء فكرة اكتشاف المواهب زي نقول لكابتن فاروق اللي احنا حنبقى يعني يشرفنا احنا طبعا يا كابتن فاروق طبعا طبعا إن احنا نبقى احنا اللي نعمل ده بالضبط ان شاء الله والحمد لله كلنا اعتقد ان احنا كلنا ليه باع كبير جدا في التدريب وفكور الحمد لله وان شاء الله يعني طبعا دي هتبقى يعني مهام لنا ان شاء الله في الفترة اللي جاية ان شاء الله احنا الفترة اللي كنا بناكتشف فيها اللعيبة كان بتكتشف في العين وما كانش عدد اللعيبة في الأندية كتير النهاردة الموضوع اختلف زمان كانت الأم والأب يقول لك لأ كرة بتعطى الولاد وبيبوزوا من المدرسة ما بروحوش تقفل على الكرة وما تحبسك وما تخلقش تروح النادي تنط من الشباك بالضبط دلوقتي بقت الأم والأب هما اللي بروح النادي ويتفع الفلوس ويتفع الفلوس هما اللي بيعودوا يوصلوا الولاد ويستنوا ويأكلوا ويرجعوا والدراسة مش نبرة واحد يعني برضا الدراسة بالنسبة له مش نبرة واحد لأ بالعكس احنا كنا زمان الدراسة هي نبرة واحد لو انت يبقى مشكلة في البيت لو انت معدتش تذاكر او سقت سنة او جالك ملحة او بتاع تبقى مشكلة في البيت طبعا في كل حاجة يعني الاجيال بتاعتنا احنا شفنا يعني كل التعب يعني احنا جيلة تربى على اربط الحزام عندنا مشاكل الحروب من بداية من اليمن 67 73 كل دا احنا عايشين عايشين يعني دلوقتي يعني طبعا يعني احنا دلوقتي نختلف تماما عن زمان يعني رغم ان كان فيه ظروف معينة لكن دلوقتي البلد البلد قوية ما كناش بنفس الامكانيات بتاعت زمان دلوقتي البلد ما شاء الله يعني حاجة حاجة قوية وحاجة تفرح المهم اللعيبة دلوقتي يا لولاد زغارين ما بتيجي تكتير انا مش شغل يعني اولا انا مشرف على اولا انا مستشارك الفني النات زمالك فقريب شوية من من قطاع الناشئين قطاع الناشئين دلوقتي يا مصطفى المراحل السنية بقى كتير احنا كنا زمان بنالعب الارباحتاشر اللي هي مدرسة كورة ستاشر تمنتاشر عشرين ما حاجة بيروح لعشرين لازم يكون روح للفري الاول من 18 كله طلع انت وإكرامي وكان عبد العزيز طبعا عبد العزيز ومحمود وخطيب وكل اللعيبة يعني كل اللعيبة وصلت مصطفى عبد وكل ده كنت وفتالي في نتزة مالكة وانت والخواجة وغانب ومحمود بس علي كان اكبر منها على الخليج بس كله كان يعني احنا كنا 17 سنة كنت في ثانية سنة وفي المنتخب يعني كنت معي في المدرسة فالحمد الله يعني احنا نتمنى للفترة اللي جاية ان كل يعني الاراء او كل وجهات النظر او كل الكشفين اللي حيش تغلل في المرحلة اللي جاية يبقى عندهم طموح ان هو يعمل جيل يعني ما يعملش لعب هو فيه قضية كبيرة دلوقتي ان كل واحد بيتباه ان هو عمل لعيب يعني انت معنى كده ان كل واحد بيعمل لعيب يعني انت عيب حاندك 50-60 مكتشف نحنا عايزين اتنين ثلاثة مكتشفين بشكل او بساحة رؤية كبيرة ومستقبلية بشكل كويس ويبتدي يشتغل ان انت تعمل جيل اجيال يا كابتن يعني انا كل واحد يتبنى جيل يعني انا مثلا حمسك مثلا جيل مواليد كذا وانت حتمسك جيل مواليد كذا كابتن حسن شاعة حمسك جيل كابتن عالي بجريش اجيال بنشتغل وكلنا بنسلم بعض في الاجيال زمان ما كانش كده انت زمان عشان تكتشف العيب مشكلة ان ما عندكش نادي يجمع اللعيبة ما عندكش مدرسة فيها بطولات تتجمع اللعيبة كل ده كل اتكلم في الشارع انت عشان تبقى مثلا في رمضان بتلعب دورة مجمعة او في الشارع بتلعب دورة بتروح تكتشف الولاد وتلاقي المدرب بيروح او الله يرحمه كابتن مصطفح حسين كابتن حلمي كابتن حلمي حسين كابتن حمد الشرقاوي كان فيه قيمات كبيرة جدا كابتن بريم الوحش كان كل دولة بينزلوا الشوارع يتفرجوا على اللعبة دلوقتي لا دلوقتي بقى فيه بقى النظام تاني انا مش عايز ازبق بس انا عايز يعني حتة مهمة جدا كابتن فاروق اللي انا بسألك عليها حتة المواهب احنا زمان واحنا بنلعب كنت تروح تجيب بنت من المنصورة تبقى بطل تروح تجيب بنت من الاتحاد تبقى يعني جاي من ممتعش في القطر مش في الاوتوبيس الولومبي الاسماعيلي دلوقتي عندها اختفت عندها اختفت منصورة فين اولومبي فين انا عايز امشي معاك في الحتة دي احنا بعد كده بنكلم عن المواهب المواهب دي هي اللي بتعزز الفرق اللي بتدر تبني عليها بعد كده في المستقبل وتأسس لعيبة في المستقبل تبقى عندك يعني النادي الايل ما كان يزوق مثلا اربع خمس لعيبة كل سنة تلات اربع لعيبة كل سنة تلات اربع لعيبة كل سنة تلات اربع لعيبة كل سنة تلوقتي لأ تلنهاردة ما بتشوف اللعيبة انا عايز بس مش عشان ما نخشش على حتة يا مصفة ان احنا نتكلم على الاندية اللي عارف مش عقوله بقى لنهارة الاندية اللي اختفت اختفت لازم يكون فيه سبب مش ممكن نادي بحجب المنصورة المحلة مثل طنطة الولومبي كل الاندية الكبيرة دي فيه اندية كبيرة كان الاندية بتكسب الاهل والزمالك ما عرفتش انكسبها دلوقتي مش موجودة دي مش موجودة ممكن تكون السياسة رياضية مش نكحة يعني ممكن تكون سياسة رياضية مش نكحة وعلى فكرة موظم باستثناء اهل والزمالك واسماعيلي والمصري كل الفرق الشعبية نهارت والاتحاد اسكندري طبعا الاندية دي كلها نهارت ما فيش اندية دي مش موجودة المصري كان لحد قبل حسام حسن كان بنافس على الهبوط طبعا الاتحاد قبل حاجة محمد مصريحة كان بنافس على الهبوط تمام تمام وكمان عايز اقول حاجة كان في الفترة اللي فاتت الاهتمام جدا بالشركات والمؤسسات وهده وده في تصوري وفي المعايير او في التنظيم ده مش نجاح ان انت المؤسسة يعني بتشتري لعيبة يعني ما بتبنيش لعيبة يعني ما تمسك الفرق اللي هي المؤسسية مثلا باستثناء ام بي هتلاقي كل الفرق دي ما عندهمش كطع ناشئين بيشتري لعيبة يعني ما تيجي تمسك مثلا سموحهم ما عندهش كطع يعني عنده كطع ناشئين مش مميز يعني ما طلعش حد من كطع ناشئين اللي الفريق الاول المصري عنده لعيبة بتطلع لكن اهل وزمالك ومصري واسماعيلي عندهم هما دولت وتحاد سكندري دولت ما يطلعوش حد لا يعني دلوقتي بقى حاجة بقى دلوقتي ليه بالاهل وزمالك ما يطلعوش لعيبة وبردك المصري دلوقتي بقى فيه اتجاه كبير جدا في الكرة انا رايح نفسي واني مجاهز وعندي بشوف لعيبة وبختار اللعيبة وابتدي اتفاوض مع اللوه وكيل اللعيبة يبتدي يتفرغ او الاندية تتفرغ مع وكيل اللعيبة ويبتدي يشتغلوا ان هما يجبوا اللعيبة الجاهزة وولادي النادي اللي هما العناصر اللي هو انت المفروض بتبني عليها والمؤسسة وده كان يمكن انتك تتكلم على الفكر بتعصيات الرئيس انه عندنا الف محمد صلاح وده وده لازم تحطي لها معايير يعني وبردك المصري طبعا لازم نتحطي لها معايير ومراحل سنية نحن بردو عايزين نقول للناس اللي كانت في فرق طالما فتحنا الموضوع دوت ان المشروع ده بتعصيات الوزير اللي عايش نفعلها بتعصيات الرئيس انه مش مجرد لعيب كرة وخلاص لا الموضوع ابعد من كده بكتير مش كده طبعا في الناحية الفنية في الناحية التغذية في علم النفس في الناحية الطبية في كل محاور كلة القدم ان احنا نعمل ميت محمد صلاح ايه انت عشان تعمل محمد صلاح لازم اولا يعني طبعا انا طبعا ما كنت نفسي اتكلم عن محمد صلاح هنتكلم عن محمد صلاح هنتكلم عليه طبعا يعني عايز اقول محمد صلاح انت شفت الرجل اللي بيدرس النهار ده الانجليزي اللي جاي بيتشوفت محمد صلاح في المحاضرة طبعا طبعا انا امكن عملت معاك مدخلة اليوم الاثنين عملت معاك مدخلة كنت باتكلم على صلاح المهم انت ما بتيجي تقتار الولاد العناصر صغيرة دي لازم تحط معايير في الاختبارات اولا الولاد ده لازم يكون متعلم انت عندك مشكلة اللعيبة لابل كده اللي سبقت اللعيبة لمحمد صلاح ما راحت الانجلترا او سفر اي بلد ما عندهم مش اللغة فرجعوا فبقت مشكلة عندهم يعني بقت صدمة عندهم ومش عارف يعني يتأقلم ما مش قادر فعايز يتعلم هالح يتضرب ويعمل محاضرات زي محمد صلاح محمد صلاح ده يعني تتطور وتعلم اللغة احنا عايزين الاجيال اللي جاية دلوقتي فيه تطور افضل دلوقتي في الجيل الحالي تطور افضل لكل مؤزم الوقت بياخدوا اللغة الانجليزية موجودة عندهم فالليا اللغة الاولى عندنا كمان ان الواحد زي ما متفكر انت تعمل مشروع لازم تفكر ان المشروع ده لازم فيه الجانب العلمي يعني زي ما بتكلم عالجانب الفني البدني التغذية العامل النفسي فانت كمان لازم تكمل الناحية العلمية يعني انت مش هتقول لعيب كرة وبس يعني لعيب كرة وبس هتبقى صعاب جدا ولا اهل حيرضى ولا مجتمع حيرضى ولا اي حد ولا حتى لعيب ذات نفسه حيرضى فلازم تبقى تحتيت التعليم دي احنا نحط المعايير للعيب الكرة اولا نتكلم على المواهب مفيش واحد هيبقى لعيب كرة من غير مواهبة فالنمرة واحد عنده المواهبة النمرة اتنين انت زي ما تجيب تعمل بقى اساس بتبني وعايز تحشي الاساس تاكي الاساس موجود المواهبة عايز تحشي بقى ليه كرة بدانية عطى علم نفس الرياضي تغذية برامج بتشتغل عليه عشان تبني للعيب ده وتبقى مديله مساحة رؤية انه هو كمان اللعيب عندك يساعدك يفتكش طموح طموح انه هو عايز ليه هدف يعني طرجة هو تشايفه عايز يوصل له فانت كمان بتساعده انه هو يوصل وده كان ده النمط اللي اشتغل عليه ما اقول ليه العرب اقول ما اقول ليه العرب نجح ليه ما اقول ليه العرب ما تمسكش باللعيب عشان ما بلعبش على بطولة خلي بالك عشان انت في النادي الالية والزمالك تماشي لعيب زي ما محمد صلاح ماشي مستحيل يعني الالية والزمالك عايزين ياخده باللعب بطولة افريقيا عايزين ياخده بطولات المقولين في الفترة دي ما كانش عنده ما بيلعبش على بطولات لسه بيعمل جيل فكان فرصة لمحمد صلاح ان هو يمشي وانني كان فرصة ان هم يمشوا وشكده المقاولين عمل تطور وافكار جديدة اضافة لكرة المصرية هو المهندس شيرف حبيب انه فتح بشكل كبير جدا انه هم اللعيبة تسافر وتعمل اعاشها ومن خلال اعاشها عملت الطفرة بتاعة حمد صلاح فانت لازم تحط المعايير في الاختيارات بتاعة اللعيبة زي ما بتكلم على اللعيبة يعني ايه المواهب المواهب دي حاجة بقى منش بتاعت ربنا بيديها للعيد واللعيب عنده الاستعداد وعنده القدرة والكفاءة ان هو يطلع المواهبة بتاعته طب انا غزي بقى المواهبة دي ازاي عشان اربيها وعشان اأساسها وعشان اخليها تستمر فترة طويلة لازم اعمل لها البرامج الكرة من غير برامج اي كرة في العالم من اول مستوى مصطفى من اول مستوى سبع سني زي ما كنا بتكلم لغاية المرحلة اللي هي المرتبط ثم الانتقال اللي هي المرحل الشباب الانتقال اللي هي من 17 الى 18 سنة كل المراحل دي لازم من خلال برامج يعني زي واحد اللي بقى الدراسة يعني انت ما تخدش في الدراسة نسأل قول يا سنوي في برنامج اولة وتانية وتالتة البرنامج الاول بيعملك الاساس التاني بيعزز الاساس التاني بيخليك تبتكر بقى وتبقى قوي فده برامج او المناهج يعني بالمعنى العلمي شوى فانا بتكلم دلوقتي ان احنا لازم نبقى بنتكلم الكورة بقت ثقافة دلوقتي الكورة بقت علم الكورة بقت رؤية الكورة بقت مساعة بقت اقتصاد بقت شغل تاني خالص غير اللي احنا بنفكر فيه او احنا دلوقتي بدأنا بمحمد صلاح خلي بالك كل ما قبل محمد صلاح هي دساء او فيل وتقفل كل ما قبل محمد صلاح فيل وتقفل يعني خلينا منتكلمش في اللي فات يعني احنا كلنا عملنا شغل عززنا عملنا اسم يعني كنا بنشارك لكن محمد صلاح ده بينقلنا نقلة تانية خالص خالص إحنا وليقول غير كده يبقى ما بيحبش البلد دي محمد صلاح بقى دلوقتي وجهة للكرة المصرية وجهة للكرة العربية مش المصرية والإفرقية أيضا طبعا محمد صلاح حاجة تانية خالص احنا لازم ما نيجي نتكلم مع محمد صلاح نحترم اسم محمد صلاح يعني ما نبقاش مفيش حتة إن أنا من جوايا لا مفيش حتة دي مش موجودة حتة إن أنا الغيرة ما تبقاش موجودة الحكد ما تبقاش موجودة لا ده محمد صلاح ده باجل يعني بينقلنا نقلة تانية ودي حترعي تحققها مع المستقبل حتشوف يعني أنا كلامي شوية حتشوف مع كل مصر بعد 3-4 سنين هتلاقي كم من اللعيبة الموجودين في أوروبا كم من اللعيبة اللي عندهم يعني عايزة أقول عندهم الطموح والإرادة يبقى زي محمد صلاح شافوا الأساس يعني إنت عايزة أنتقول أنا شفت فلان عايزة بقى زيه وفيه واحد تاني وإنت شفت وأنا شفت والكالس شفت رو هتلاقينا مثلا مئة ربعمائة خبس مئة ألف واحد عاديين ماشيين عايزين نوصل للهدف فأنا أنا شايف إن محمد صلاح ده عمل يعني طبعا في الحوارة هو بقى يعني سابع إلى وان لكن محمد صلاح زي ما بيتكلم على بصراحة أنا بيعني أنا ما تصورش أنا بحب صلاح حد يعني زي أنا بتكلم وصلاح ده حد متواضع جدا نسيبك من الكلام اللي بيتقاله معايا سنتين طبعا يعني معايا سنتين فاكر يا فاروق تبقول لك إيه وإحنا بنحلل على محمد صلاح محمد إبراهيم وعمر جابر وإحجازي صح وقول لك فاروق أنت عندكوا اتنين لعيبة حيبوا صح والواد محمد والواد لإسمه محمد صلاح بتاع المعلوم الفاكر صح وأيمن يونس ده جيلك أقصد ده المنتخب اللي شغل معاك في الآخر هو ده هو النهار ده تيجي تقول واحد اللي بيمرن النشيئين لازم يكون شبعان خد بقى كلمتي دي شبعان كرة ولا شبعان فلوس شبعان كل حاجة إنه هو بمرحلة النشيئين دي بيشوف كل حاجة يعني بيشوف الهدايا شوف المواهد بيشوف البطولات بيشوف أنه هو يوصل العين أولاية إيه أولاية إيه إنا بالتاني أولاية بيشوف الهدايا طبعا طبعا والله عيد المهمة المهمة يلا أنا كنت قاعد من شوي بتفرج على ندوة كان عاملة الدكتور حسن راتب اه كنت بتفرج على الوقت اه كنت بتفرج عليها كان بيتكلموا في الشباب شباب والتطرف والإرهاب اه يعني أنا عايز أتكلم على نقطة الشباب احنا بنكلم على الشباب الشباب يعني أنت الولد بعد سن البلوغ سنتين ثلاثة ده الشب يعني نبتكلم في 17-18 سنة لا أنا مش عايز أشوف كده طبعا احترام كلهم أسات زدنا وكلهم معلمين بتاعنا أنا عايزين نشوف النشأ هو الأساس من تحت من تحت النشأ إن أنا حربي ممكن هو قال الدكتور حسن قال كلمة كويسة جدا قالك المشكلة إن ما ربناش ودي الحقيقة صح ودي الحقيقة فأنت النهاردة ما تشوف النشأ يعني أنت بتعلم الولد تعلمه يعني إيه القيم المبادئ أنت رايح فين طموحك إيه هتتعلم إيه المستقبل بتاعك عامل إزاي أهيأ له الحياة والمناخ الجيدة عشان هو يتعلم ويبقى شبعان يعني بحسن التعليم ده هيقدمه مش مقبر عليه أو مش التعليم ده عشان هو حياكل ويشرب يتجوز منه لأ ده عشان يخدم البلد منه ده الزبط يعني يبقى فيه هنا رؤية ودي اللي عايزين نساقف الولد فيها إن الولد يبقى بيتعلم عشان البلد مش عشانه هو لو كان عشانه هو فبنسبق ليلة لكن عشان البلد للمستقبل ودي اللي عايزين نقطة نتكلم فيه كابتن فاروق نقطة مهمة جدا وانت كنت مدير الفن الاتحادي الكورا احنا دلوقتي بقى فوق التلت ساعة بنتكلم على الشباب والنشئين وان زي تعمل لعيب كورا زي نعمل محمد صلاح وزي 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 اللي احنا بنفكر فيه ده أو سيدة الرئيس بيفكر فيه وبننفذه مع سيدة الوزير ده هيخدم المنتخبات الوطنية شباب ونشئين وقلومبي خاصة ان احنا بقى سنين طويلة بنخرج من كل مسابقات المشئين طيب وانت في يوم من الايام كنت مسؤول ايه العقبات اللي قابلتك عشان أو حللنا يوم من الايام احنا ليه خرجنا طيب انا عايز اقول نبرة واحد عشان انت تبني وتعلم وتصقف مين اللي حيبني وعلم وصقف حد خبرة حد كبير يعني الخبرة عنصر من العناصر اللي موجودة العلم 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 نبرة واحد ايوة كويس اخلاقه واضباعه وتعامله مع الولاد نبرة اتنين علاقته الطيبة والتعليم انا ما باجي يعني اعلمك حاجة مفردهاش عليك عليك تتعلمك بحب بحب يبقى في علاقة بيني وبينك محترمة تالي حاجة تبقى عارف انت رايح فين يعني مركب انت واخد مركب وماشي بيها عارف رايح بيها هدف فيه هدف بالظبط هو ده ده التصور اللي موجود المفروض انت ما تيجي بتشتغل مع قطاع الناشئين يعني مثلا كنت في التحاد الكورة اشتغل مدير فني في التحاد الكورة جيت اتعينت في التحاد الكورة واستلامت الشغل بعد ما اعينوا كل الفرق يعني كل الفرق المراحل كلهم اعينوا المدربين كلهم والمدرب المدير الفني والمدرب العام والمدرب المدرب للساعد والمدرب حراس المرمى والدكتور enjoyed the introduction بالظبط ورأي كل الحاجات دي يا مصطفى وبعدين انا جيت بقى يعني انا جيت بعد كده مدير فني للتحاد للتحاد اما عادت مدير فني الاتحاد احنا كنا عندنا كنوارش يتعامل في جنوب أفريكا ورجعنا وكنت أنا والأستاذ جمال العالمي رئيس الإتحاد واللي وصل رؤيت سيولام كنا هناك ورجعنا كانوا حطين بنود أربع خمس بنود المدير الفني يعني هما اليوم ما هو من نحية الفنية النحية التنظيمية فحطين بنود وإحنا كنا في فارشة العام كنا بنشغالين على كأس العالم في البرازيل لما خلص ورجعنا فمعاينة يدي إني اختصاصاتي في اتحاد الكورة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة أول حاجة يما روحت قال لك انت لازم تحضر الاجتماعات مجلس إدارة وتشوف الشكل العام عامل إزاي ولو ليك قراءة فنية لازم الاتحاد ياخد بيها نمر واحد نمر اتنين الجدول بتاع الدور العام ايواء لسح كلمك في ده ايواء لسح كلمك في ده لا اصلاحنا بصكة فاروق للأسف احنا ما نتعلمش وانت راجل مدرب قد الدنيا ودارسين كورة وموهوبين والحمد لله طلعنا اجيال لما تجي تبتدي دورة عام ما ينفعش تعمل كل تاتة اربعة تية لان اللعيب لسه لم يصل الفرمة هنا دور المدير الفني يا كابتن فاروق ايه يعني دور محمود سعد دلوقتي لما انت عندك الله يمسي بالخير بقى الحج عامر حسين هل انت كمدير فني ليك دور في الجدول وكده ولا انت بعيد عن القصص دي كلها احنا لو تفتكر مدي الحتة الفنية بقى مش الادارية احنا لو تفتكر ما دخلت مجلس القدارة وجبت ورقة وكتبتها كان كابت شوق غريب مدير فني المنتخب الاول ودخلت كتبت الورق انا بايدي وخليت مضى عليها الاستاذ جمال علام وشوق غريب ان الدوري يبدأ يوم تمانية في الشهر او يوم ستة في الشهر عشان المبرات السنغال كانت يوم ثمانية وعشرين فانا كان ليا وجهة نظر لزب على الاوخل في العلق اربعة تلاتة اربعة مطرات قبليها هما لعبوا الدوري اسبوع واحد وبعدين لعبنا السنغال هنا في مصر خسرنا من السنغال وكان ليا وجهة نظر يمكن مهند السبريم ربنا اديله الساحة قابلته في الملعب كان حزين جدا يعني بيقول يعني مفيش تخطيط لكن مفيش تنفيذ يعني احنا بنقطط لكن والتخطيط وكل الناس بتقطط لكن اهم حاجة التنفيذ فمفيش تنفيذ وهم شايفين كده وانا شايفت دي شغلتي وانا بقول ان بدأنا بدري وكنا لعبنا الدوري وما صمموا لكن الحاجة عامل حسن ملوش دور يعني قصد يعني اتكلم على الحالي لا طبعا دي دور دور دلوقتي في الدوري العام دلوقتي انت هتلعب دوري المدة سنة من اغسطس لاغسطس سنة طيب هتلعب طب انا اتحدى اي واحد يجي يقول لي المباراة الدوري المواضي الجاي امتى ومين اللي حيلعب مين اللي حيلعب مين اللي حيلعب فيه نقطة فيه نقطة تانية اهم طب بس هي دي مصطفى الاول فيه نقطة تانية اهم انت عارفت نسبة الاصابات قد ايه في اللعبة طب انا هنروح لك بس نروح لديه انا يمكن كنت بكلمك على البرامج طيب المواضي الجاي مثلا اللي اسماعيل حيلعب مين شوفونا الجدول طب حشوفت انت حتقول لي شوفونا الجدول واللي انت بتقوله في الاعداد شوف لنا الجدول حيسأل برة شوفونا دلوقتي طالما الجدول ما فهوش البرنامج بتاعه خلص ما يبقاش جدول يبقى انت دلوقتي بتلعب عايز تلعب وطبعا ده هيأثر على المنتخب ما يقدرش الاهلي والزمالك والاسماعيلي والمصر يلعبوا في البطولة العربية والبطولة الافريقية والدوري المحلي المصري وكاس مصر كويس ومنتخب مصر ما ينفعش لازم يبقى فيه تضحية ببطولة لازم لازم يعني انا بتكلم ده على المسؤوليتي لازم وانا بتكلم فني محدش يقدر يكلمني في الفنيات يعني محدش يقدر يعني محدش يقدر بالزرد يعني ما يبقاش يا مصطفى جدل يعني ايه مصر ما بيلعبوناش في الناشئين يعني كرامر كان بيضغط على التحكم لا مش هيلعبه خلص مش هيلعب في تحت بعد كده الدور العام هو اللي بيحوط المدير الفني اللي المنتخب وليه دور اساس هو جهري ليه راح كاس العالم عشان هو كان رقم واحد واثنين وثلاثة بالزبط هو اللي كان بيديني بكورة المصري بالزبط هو ده هو عشان كده راح تدور قال لك مفيش دور عام هنلعب مبارات ودية هنستعد للمبارات الجزائر حط البرامج اللي توصلوا كاس العالم مفيش حاجة في العالم يا مصطفى اي حاجة نكحة من غير برنامج صح خلينا نتكلم على البرامج الاتحاد الكورة محمود سعد أخونا وحبيبنا ومحترم وليه كل التأدير دور محمود طبع لكن هل هو عامده اختصات يعني عنده اختصات في الاتحاد الكورة ما انت كان عندك اختصات بس ما بتنفس هو مش عامده اختصات هو عمله اهم حاجة مصطفى وعدين النهارده انت بتيجي تقول لي يعني مثلا انا قاله ده انا قاسي جدا لانا جيت كنت لها الدور اساسي موليد 94 و93 نلغي البطولة دي اللي احنا راجعين بط بيقول هنلعب موليد 92 حيلعبه في كس العالم لا حيلعبه دوري دوري للناشئين تحت 21 فانا دخلت ده اني ما رح سلعيه في العالم موليد 92 يعني ازاي واحسن لعيه في العالم بلعب مع منتخب بلده وثمنه وكان ايميا 68 مليون يورو ده ده موليد 92 موليد 92 ازاي يعني ازاي انت حجيبه وانت عايز تعمل بطولة في نفس السن ده وانت عندك احسن لعيه في العالم موليد 92 يعني انت مش شايف برا يعني انت مش شايف من مرض اللي هو حسن لعيه بكرة في العالم ده ده اما تعور في البرازيل وحنا عاد طيارة نزلت خدته يعني وده الواجهة بتاع يعني انت تعرف اسم رئيس البرازيل لا من حد اشهر حد في البرازيل نمار نمار يعني فعلا ده حقيقة الناس يعني لازم تفكير اتغير هنا لازم تفكير احترافي بقى كم تفاروق لازم نفوق بقى يعني انفوق نفوق يعني يعني بقى حد كلا محترف يعني بص الرئيس السيسي ده ناجح لي حاولك كلمتين انا ولا بقى بعرفش اجامل يعني ولا بعرف اطب له رئيس السيسي ناجح لي يجي يقول لي ايه انا عندي دلوقتي برنامج للحط نفق النافق ده انا حسلمه منهك بعد ست شهور انت تقول لي مثلا بعد سبع شهور خلاص اتفقنا على ست شهور على برنامج جمعات هتعمل ليه في المرحلة الاولى واحد دين ثلاثة المرحلة التانية اربعة خمسة ست المرحلة التالية ست سبعة تمام خلاص ويتسلمني ما سلمتنيش بقى انت همتلزمنيش بس انت برضو في جهة جنبه يعني الله اكبر عليهم الجيش الجيش اه طبعا انا عايز كذا الجيش ملتزم وجيش وطني فبالتالي بينفز ما انت برضك بعيد عن البريقراطية ما هو الجيش يتعلمه ايه ان فيه نمر واحد ونمر اثنين ونمر اثلاثة ونمر ااربعة خلاص النمر واحد قال لنمر اثنين انا عايزة استلم البتاع ده فنمر اثنين بيقول لي نمر اثلاثة لو الدولة ما عمولش اللي بيقاله نمر واحد خلاص كله بتحاسب كله بتحاسب فهينا بتيجي بقى النظام النظام هتقول ضغط لا مش ضغط ده نظام ودي تربية وده سيستم هم ما مشين عليه المهم احنا ما عندناش سيستم احنا عندنا اول ما مصر حصل لها مشكلة في كاس العالم الناس سفرت سابت مصر وسفرت رئيس الاتحاد سافر عيان عضاء مجلس ادارة قالوا هنقدم السلاتنا ونمشي محدش بياخد قرار هنعمل ايه طب احنا بنحب البلد دي وفيه اخفاق والشارع المصر ده يمكن افضل حالة حصلت في تاريخ الكرة المصرية قبل كاس العالم موسكو في تاريخ الكرة المصرية مصطفى ان الشارع كله الاعلام كله وكل الدنيا يعني انا بشكر كل الناس انا بصفتي كلعيب كرة وكمدرب لمنتخب مصر وكلعيب دولي وانت كمان ان احنا بنشكر كل الناس اللي عززت وقفت بجانب المنتخب المصري سواء في وصوله الكاس العالم او موجودين في روسيا تعرف ان اكتر جمهور كان موجود في روسيا والمصري طبعا صور طبعا طبعا الناس انا شفت المصريين وما موجودين في روسيا المصريين بعد يعني عايز اقول برضك احنا مش عايزين نقول اخفاق احنا ما حضرناش كويس ما كناش شايفين الرؤية كويس ان فيه حاجات اهمة من طبعا طبعا انا وانس ان انا رحت كاس العالم ابتدئي بقى ركز على اللعيبة انت رايح كاس العالم انت مش عارف 23 لعيب اللي رايحين مين انت رايح كاس العالم عندكش فريق اساسي قوان بتاع الفريق مش موجود انت رايح كاس العالم والاعلام بيضغط عشان فلان يلعب وفلان ما يلعبش وبتراح كاس العالم وعندك تلت تلت الفرقة ما بيلعبش بفرقته طبعا ما دل انا بقوله يعني تمسك اللعيبة للمحترفين اللي كانوا برا ما بيلعبوش فانت لعبت منتكاس العالم اللي فات صلاح وحجازي كان متعور صلاح خلي بالك او كساح كان متعور طبعا بدأت كاس العالم كأنك بتلعب بالمنتخب المحلي يعني انا هنرجع للمتخب المحلي للمتخب المحلي لكن اللعيبة المحترفين انت عندك لعيبة ومحترفين مثلا 14-15 اللي بلعبوا قسين 2-3 والبقاء ما بلعبوش خلاص يبقى انت قام بقى لازم تعتمد عليه من منتخب المحلي عشان تعتمد عليه من المتخب المحلي لازم تعمل دوري قوي طب ومنتظم من المنتخب المحلي طالما قلت المنتخب المحلي انت 6-18 عندك كام لعيبة محترف اللي خدنا بتلاطق فراقبتو حاسم كام لعيبة محترف عندنا بتاعة 3-4 ميدو يعني ميدو 2006 احمد حسن واحمد حسن زدان زدان كان بلعب بس انا عايز اقول حاجة 2006 2008 2010 انجاز العمله حسن شحاتة طبعا الجيل بتاعه كان جيل كويس جدا وحسن حبوه في التمرين واللعيبة شايفها وعارفة حسن شحاتة وقريبين منه حسن شحاتة من المداربين اللي بيقولك اتمتع في الملعب طلع اللي عندك يعني برده فيش دقوط خالص وده وزن ده وتحمل مسئولية يقولك اتمتع لعب كرة ما تزعلوش لبعض حسن شحاتة كان بيوظف كل اللعيب في مكان ما بلعبش في الفرقة يعني حتى لو بيخلي مثل لو متعب بيلعب تحت فيه زدان تحت اعبو تريكا هتلاقي المثلث الثقافة الزهنية بتاعت اللعيب قريبا من بعض يعني قراءة ليهم القريب بعض بشكل كويس جدا عارف كل واحد عارف امكانياتي التانية واحد سريع وحد كله بيلعب دوري منتظم ودوري منتظم وكله وقف على رجليه وكله وده اللي خلى حسن شحاتة يشتغل بشكل كويس بجانبها بردك البلكة توقف مع حسن شحاتة احنا عمر في تاريخ الكرة المصرية انا لعبت منتخب يا مصطفى انت طبعا انت عارف انا لعبت منتخب انا عنا 17 سنة انا وابل عز عبد شافي لعبنا وحن صغيرين عمري انا فيما يعني انا كلعيب وكمدرب ومدرب لمنتخب مصر في حياتي ما شفتش مساندة من البلد غير في كاس العلام اللي فات او وصول مصر للبطولة اسريكية التسعين كان كابتن جوهري كابتن جوهري والtir لغد udah احنا وندكتور عبدالأحد وبدأوا يشتغلوا ان هو بالكوة والتركيز وبالمبراطة الكثير والامكانات مكنتش ازاي دلوقتي دلوقتي امكانيات اه لكن في حاجة اسمانة طيارة تطلع على طايرة خاصة تخد على عباء وتروح ووطيل يتنقل فاكر سفنة نيجيريا ازاي طبعا ابن أحول لك تضمطش للطيارة الجناح ولا عادات على الفكرة ده المطشي ده هو ده اللي ما وصلناش كسل عائل عدنا في أسيوبيا عدنا في أسيوبيا 11 ساعة في المطار في المطار عدنا تقات المطار على كرسي 11 على الدك فاكر احنا ملنا في الطيارة فرق وفي الطرقة طبعا وصحيا وفنيا وكل حاجة ممنوع ده انت مطب بظهرك يتكسر طب اخطر كده بقى ما انت وصلت هناك طب ما روحنا ليجوس انا فاكر يعني انفاكر كاني النهاردة بالضبط روحنا ليجوس قعدنا لغاية تاني يوم عشان نأكل كانش فيه أكل فاكر والله مش باز ولعيبة زميننا كانوا بيعيطوا احنا مكناش من امبارح ودي كانت حقيقة النهاردة بقى الطيارة فاكر البتش لما خلص حمامة قال ايه البتش خلص فحمامة طلع قدامي كده فانا جاي بقى مغلوين اربعة اه طبعا فقال ايه حمامة بيقول لي مصطفى هو الحاكم صفى ليه هي مش الفرة من ستة من ستة اه الكابتن جنتي سامعه قاله اخر مرة ليه قاله مصطفى يونس مش عارف ايه بتاعك وبتاع شو برده والله ما شايف اخر مرة متخب قالينا نطلع فصل لكابتن فاروق وارجع لكم تاني والحديث الشيق مع نجمنا الكبير كابتن فاروق اهلا بحضتكم مرة تانية في استاد المحور ومنورنا نجمنا الكبير وصديق العزيز كابتن فاروق عفر كابتن فاروق الدور المصري يخدم منتخب مصر ولا ما يخدمش منتخب مصر في الوقت والدور المصري في الوقت الحالي لا ما يخدمش ليه الاسباب الاسباب اللي عبتن بالوقت مش عارفة تخش فورمان بفارق بين المباراك كبير وبعدين انت بتلعب في مدارس مختلفة مدارس يعني بتلعب في بطولة محلية بعدين انتوا مخارج في بطولة عربية بعدين انتوا مخارج في بطولة إفريقية المناهج بتاعة الأداء الفني المفروض المشرف على الكورة تلاقي كل فرقة بتلعب بطريقة فانت ما بتجيب اللعيب على المنتخب احنا لسه ما صناش لمرحلة ان احنا زي مثلا الثقافة أوروبا مثلا ان انت تجيب اللعيب وطب في المحاضرة بيبقى عارف المهام بتاعته وشغله في الملعب لا اللعيب لسه في مصر هنا بيتضرب والمداربين المصرين عموما يعني المداربين المصرين والأجانب عشان عايزين بطولات او عايزين الاستمرار في الدوري بتادي يشغله باللي هو عايزه بجماغه هو فدي بتاخد وقت من اللعيب عشان توصل طوب فورم بتاعك عشان كده عن تتكلمت على الاصابات ودي نقطة مهمية جدا اول علامة في الاصابة اللعيب ده مش فت خد بقى الكلامة الخلاصة اه بتاع الكورة طالما اللعيب مش فت هو بيحس في ثلاث حالات الحالة الاولى انه هو غير قادر الحالة التانية ما يقدرش يطلع اللي عنده او ينفذ اللي عنده بشكل مريح استمرار الاداء في الملعب مش بالشكل القوي اللي يقدر حسنسك يشتغل تسعين دقيقة ده بتاع الكورة اللي يتكلم كده لكن انا اللي بيتكلم ان اللعيب بجيلا اصابات يعني الاصابات يعني ما بيتمرنهوش كويس لا بيتمرن كويس لكن التدريب بتاعه التدريب بتاعه ايوة انت عشان تعمل مثلا عندك ماتش بعدك خمس ايام لازم اتعادش العايب خمس ايام تدريب راكي مرتاك يعني بتوصل لمرحلة خمسة وستين سبعين في المية من التدريب والباقي بيطلعوا في الماتش فانت بالتالي لازم تبقى حاطة البرامج اللي انت بتشغل عليها في التوقيت ده ممكن تعمل مرادية في التوقيت ده ممكن تطلع على قطاع الناشئين تلعبهم فرقة اكبر فرقة في قطاع الناشئين تلعب اللعيبة تحفظ اللعيبة وتبدأ ترتاكب المستوى البدني بتاع اللعيبة المستوى الفني لو اللعيبة محتاجة حاجاته عايزة شغله خاصة بيها تبتدي تشغل مع الخطوط مع المدافعين مع نص الملعب مع المواجمين بأفكار جديدة في الملعب انا شايف ان المدرب سواء الاجنابي او المصري في دور المحلي اول ما بطول اول ما الماتش يخلص يفكر في الماتش اللي بعديه ما بيفكرش بين الماتشات عشان كده اللعبة في الفرقة تلاقي اللعب يلعب له الماتشين ثلاثة ويتعور عشان مش فت وانت ما بتيجي تعمل المعايير بتاعته هيا يا سات القصوات هك psychological فاروق تدريب ولا ضغط المباريات لا 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 الاتنين بتشغل فيه دغط المباريات وتدريب لو انت ضغط المباريات لازم انت بتبقى بتعمل توازن والمعايير بتاعت التدريب لكن لو انت ضغط المباريات هنا بتعتمد بشكل كبير جدا على الخبرات بتاع اللعيب وتقارب اللعيب في الملعب واهمية المباراة عنده واللي استعداده في تحضيره للمباراة اللعيب اللي عنده خبرة ممكن يقعد من اول الدور الغاية اخر الدور غير ما يجيله اصابة انه بيوظف نفسه يد العطاء على قد المباراة يعني ما بقاش فيه افراط في الاداء يعني ما فيش افراط في النواحي الفنية لان المدربين جداد وكل واحد عايز يطلع اقصى ما عنده عشان يبقى اساسي في الفرق انت كده بتكلم صح ان كل سنة بتجيب مدرسة شكل كل سنة بتجيب مدرب من مدرسة شكل النادي الاهلي نجح ليه وده السر الناس لازم تبقى فهمها النادي الاهلي عمل اكبر انجازات مع جوزيه عشان الجوزيه مستمر بالزرط فهو حافظ اللعيبة الاستقرار الفني بيجي عند المدرب ما يجيش من عند اللعيب انت اللعيب ده ادوات من الادوات بتاعتك اللي هو الاستقرار الفني جوزيه هو ده سر النادي الاهلي حدس بيقول كده سر النادي لقال انه جوزي قعد 7 سنين 8 سنين مع الفرقة لعبة حفاظته عارف قدرات اللعبة ايه احتاجات اللعبة ايه مع العيبة اللي بره زي اللي جوه زي المدر خلاص كل لعبة جازة كل لعبة جازة خلاص المباراة الرسمية ام راي على مباراة ودية بالسكن اول فرقة اللي ملعبتش ام لعب بها مباراة ودية فكل اللعبة في حالة استعداده كل لعبة فورما وكل اللعبة مفيش بعيدة عن الاصابات طب انت جبت حتة انا كنت هتكلم فيها النهاردة معاك انت تكلمت فيها وعلى رأسهم الاهلي والزمالك يا رؤى تمام لما بتيجي تلعبتش بتجيب مين تلعبه اجيب فرقة صغيرة طبعا اجيب فرقة تعلم عليها اشتغل من اللي بيستفاد الصغير ولا انت الصغيرة الصغيرة النهاردة الزمالك بيلعب سراميكا كلوبطرة بيراميز جاب الافريقى التونسي وبيلعب المجموعة اللي ملعبتش اكتر حاجة قلقيتني على النادي الاهلي النهاردة يا فرقة انا بتكلم بك اهلاوي لان الاستعدادات مختلفة عن كل الاندية نادي الزمالك او النادي الاهلي بيلعب سراميكا كلوبطرة بيراميز بيجيب الافريقى التونسي هنا تقدر تجاهز لعبتك فنيا وبدنيا شايف الحاجة الجديدة على مصر ازاي دي تفيد ولا تضر يعني هي حسب احتاجات المدرب او رؤية المدرب المدرب اما بيجي يعمل مباراة مع فريق ضعيف بيبقى عايز بيفكر ان هو يعمل طريقة جديدة للعب ما تأثرش عليهم معنويا يعني ما جيش فيهم جهود يباوى لازم اعمل ده عشان انا استفاد ما فيه مدربين فرق يعني انا لما مسكت الاولمبي مثلا ولا فرقة صغيرة لعبتها يا رؤى ولا فرقة كلهم دوري ممتاز وبدغلبتوا كلهم لما مسكت المنتخب الشابة طعام محمد صلاح ده احنا لعبنا ضد بعض ولعب ضد حلمي ضد طارق بالضبط فرقة كبيرة اللي ان اللعيب لازم بتحطي تحت ضغط عشان تعف امكانياته ايه مهنة بس انت احتاجاتك لما جيب فرقة رؤى اكسبها ستة وسبعة واطلعها لا احتاجاتك يعني انت فيه لعيبة السكن تيم يعني فرقة بتلعب الاساس لعبة المباراة انت هتلعب مباراة بعضيها مع فريق بسبوع يعني لا اعزي اقول الفرقة اللي ملعبوش هتلعب بعضيها بيوم يومين فبتجيب فرقة او تجيب لعيبة فرقة اقل منهم شوية يبتديوا يشتغل عليها انهم الاحتكاك بتاعهم مش بنفس القوة بتاع الفريق الاساسي وبالتالي كمان انت عايز تحافظ على اللياقة البدنية هو المفروض حاجتين بتاع في الكورة تحافظ عليهم اللياقة البدنية وطرق اللعبة لازم هما دولة تشغل عليهم في التاكتيك بتاعك والمعدلات البدنية بتاعتك تحافظ عليها عشان كده بتجيب فرقة ممكن الفرقة دي تخدعك يعني ممكن تلعب مباراة وتكسب عشر خمساشر وتشوف لعيبة في فرمة كويسة جدا وده تيجي تصدم بفرقة اكبر هتلاقي صدمة كبيرة للعيبة انا مش قادرة تقدي وده في الكورة موجودة يعني في كل الفرقة موجودة يعني كان حد بيتكلم اول مرة الفرق بين المباراة الرسمية وتقييم اللعب والفرق بين المباراة البدنية وتقييم اللعب هنا اللي بيقدر يقايم ده واحد اسم محل الفني المحل الفني ده مع الهيكوتش بتاع الفرقة يعد يتكلم معاه ده نقص ايه ده بيشتغل ازاي معدلات الجارية بتاعه عاملة ازاي يعني بيبقى افكار بين المحل الفني احنا لغاية دلوقتي عندنا حتى المحل الفني لما ليش دور اساسي يعني الكوتش بيبقى هو بسيطر ممكن سألك سؤالنا احنا عندنا الفرقة عندها محل الفني تمام مش كده وفرقة اسمها كبيرة المفروض المحل الفني ده انا حللت مطش الاهل والزمالك سي ان فيه اخطاء كذا وكذا وكذا مش المفروض الاسموع التاني اقتلاش الاخطاء دي طبعا طبعا هي هي نفس الاخطاء طبعا يعني حديك مثالين صدر حديك مثالين يا رؤى والله التغطية العكسية في مصر مازالت عمي سوري مع محترام الشديد يعني التغطية العكسية اه لحد دلوقتي بتخرجنا صح؟ تمام الكور العرضية لحد دلوقتي بتخرجنا وبتخصرنا ممكن تبقى واحدة من ضمن عشر الكور وعلى خمس ست كور لكن هي الاساس احنا افتقدنا فاكر زمان واحنا بنلعب واحنا في صناعة رياضية حتة الحتة دي بتاعت فاروق حتة دي بتاعت مصطفى حتة دي بتاعت الخطيب حتة دي بتاعت الخواجة كنا حتى حتى في التدريب كان حسن حمدي يجيبنا يمرننا لوحدين دلوقتي ما بقاش في الكلام دوت ما ليه بقى انت دلوقتي بتكلم عن الدوري المحلي معانا الوحش بتاع الاتحاد الكورة كابت المجدي اه شفت مجدي حبيب يا زوزو ازايك وحشني الله يخليك اوه اخبرك ايه بالتوفيق بكرا ان شاء الله تسعدونا بكرا ان شاء الله معايا او معاك او سامعك او مجدي ازاك حبيب زاكة فاروق ازاك حبيب اخبرك ايه الله يخليك اوه لك فيه راجل صنع العاب قد الدنيا وسردباك اه ما تشوفينا نادي نلعب فيه من ضرنا سنة واحدة بس حتى وانت كبان معنا ناخدك معنا في الارقام دي في الارقام دي احنا صح ناكل ايه يا مجدي لا 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 زي زي ده بنتكلم ساعة ثلاثة اه انا انا انت في اسكندرية يا مجدي اه يا كابتن طمنا على المنتخب بقى لا والله الحمد لله كابتن معسكر الحمد لله ناجح كبتن اه احنا موجودين انا وكابتن احنا بنجاهد والدكتور كرم كردي في الحقيقة قاعدين اه يعني اه فيه اه يعني حزم ستير جدا في المعسكر ده اه ما فيش حد داخل خالص اه لا للعيبة ولا تصوير ولا الكلام ده تماما ممنوع اه لدرجة ان الفندق من كتر التعليمات اللي عنده انه بيمنع الناس من الدخول حتى دخول الفندق نفسه يعني مجدي مجدي انا عايز احييكو ان احنا استفادنا من الاخطاء اللي فاتتو ولا الكلام ده مش بزوطة كابتن فاروق ده وانا بحييكو على الكلام ده كلام ده مزبوطة روح اه 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 فاضل اي مجدي فاضل اي مجدي طبعا اه يعني اه الامور ماشى تمام التدريبات ماشى تمام حتى التدريبات كان بيبقى فيها برضو مجموعة من الجمهور بتيجي يتمنعوا تماما عشان ما يبقاش فيه قلق للعيبة اه طبعا مش تقولك على الاستقبال طبعا استقبلنا اللعيبة زي ما يعني ما الكتاب بيقول كل واحد اتخد من تحت الطيارة محدش شافه مدخلش كله كبار الزوار كله كبار الزوار اه عشان عشان يعني دي حاجة بتريحهم وفي ايدينا ان احنا نعملها فقررنا ان احنا نعملها بس الامور كلها ماشى تماما كانت انت وفيه بتاع ربنا بقى طبعا تعرف كلها تبقى المشي محمد صلاح كل حاجة تستفت والامور تحلت انا شايف وشه بيدحك مبسوط عكس ما كانت في كاس العالم حاسس ان كل حاجة بقت يعني يعني زي المفروض وانت راجل احترفت يا مجدي برا قبل كده كل حاجة بقت اوكي دلوقتي بالنسبة للعيبة وليس محمد صلاح فقط يا مجدي اه طبعا طبعا ومحمد طبعا العيب مهم جدا جدا يعني هو والاول مرة يبقى في حياتنا محمد صلاح بهذا الشكل ايوة زي ما ده نفس الجملة لها كابتن فاروق طيب اه عمر كان عندنا حد بهذا المستوى اه وطبعا احنا انا انا شايفين على المستوى الشخص حريص جدا ان ما يبقاش فيه مشاكل ويمكن باقي حاجات بسيطة جدا ان شاء الله في المرحلة اللي جاية نحلها ان شاء الله بإذن الله اه طبعا مش هسلك على التشكيل ان التشكيل ده بتاع الخواجة ولا الخواجة علا انا كابتن مجد ما تعرفوش والله ما تعرفوش اه ها هو غالبا سبعين سبعين تمانين سبعين تمانين في المية من قوام الفريق طبعا يعني مش هيدور يغير فيه كتير يا مانت ما عندكش خلاط على الشنوى كابتن لا الشنوى ولا حجازي ولا طارق ولا صلاح ولا ولا تريزيجيه يمكن الحتة الشمال ولا علي جبر ولا علي جبر ولا المحمدي المحمدي يعني ما كانش بيلعب لفترة الفاتحة يا مجد معه بص يا كابتن يعني أنا بتكلم على الأدامة يعني دول عندهم خبرات وناس أعتقد أنها تقدر أنها تشيل المتخب وأكيد هيطعم بناس جدادي عندما والله أكيد ما نعرف مين اللي هيلعب ولا طب أنا عايز أسألك حاجة مهمة يا مجدي الرياحية بتاعت اللعيبة فاكر زمان لما كنا حدي مدرب جديد يجينا بتعمله اختبار بتشوفه ميته إيه العلاقة ما بين المدرب واللعيبة شكل عامل إزاي العلاقة قوي جدا جدا الراجل خبراته كبيرة جدا راجل هو متفتح أكتر شوية من من هيكتر كوبر من ميستر كوبر يعني من صاحب اللعيبة أكتر عنده وجود مشيل سالجادو إدى قوة شوية للجهاز وتقل في الحقيقة اللعيبة فرحانة جدا بسالجادو كنجم كبير مساعد للمدرب في المبارات الرسمية الأمور مشى بشكل جيد عايز أسأل سؤال هنا مجدي بس السؤال لازم عشان الناس توضح لها إيه دوره وإيه دور هاني رمزي لا هاني رمزي هو المساعد المصري اللي موجود مع أدوار هو الراجل اللي بيوزع الأدوار أيوة أنا عارف أنا عارف آه يعني إحنا ما أنت بتعرف أنت مدير فني بمعاك اتنين مساعدين بيوزع الأدوار لا بس فيه واحد فيه واحد وفيه اتنين ما هو يعني هو في الحقيقة مش محسس اللي موجودين إن فيه واحد واثنين ده حاجة كويس ده حاجة كويس آه آه بس الأمور الحمد لله يعني مشى كويس جدا أعتقد إن السلجادو برضو قراءة فنية على الدكة برضو مع طبعا أكتر مع المساعدة بتاعه سيتو برضو ده شعلة ودائب الحركة ومع بقى الناس بتاعة الأناليس بتاع الفيزيكا الفيتنس يعني الجهاز للحمد لله متكامل هاني رامزي طبعا خبرة طبعا وعنده شهادة من ألمانيا قوية جدا كبتين أحمد ناجي برضو خبرة كبيرة جدا يعني الأمور بصاب لله ماشية كويس جدا يعني تقول ليل الجمهور يا مجدي بكر إن شاء الله بنقول يا ريت يحضروا بس نسيلي مهم جدا نسيلي مهم جدا نسيلي مهم جدا طبعا مهم جدا نظر إذن الله يعني بنتمنى أنهم يحضروا لكن طوابعا لما الجمهور تقالي من 40 ألف ممكن يحضروا تعرف الجمهور المصري أوقات إحنا أيامنا ما كانش كي حاضر جمهور يا كبتين طبعا طبعا كنا ساعات نروح للإستافل عامل ألفين في المدرك بالزبط والبقى بيتفرج علينا في التليفيزيون هو مجدي بس أنا أتكلم على هاني رامزي كبتين فارو بكلمك يا مجدي هتصدى لك يا فارو بتكلم على هاني رامزي طبعا الراجل مهما كانت خبراته مهما كانت قوته ومهما كان كيانه هو عايز وقت عشان يتعرف على اللعيبة وخصوصا اللعيبة المصريين اللي بيلعبوا بره هو بيتفرج على الدور المحلي فمش هي في اللعيبة المصريين اللي بيوجودين بره هل هنا في التوقيت ده هاني رامزي مش حابقى ليه دور أكيد يا كابتين له دور طبعا أكيد له دور أكيد له دور ودور مهم جدا طبعا ومؤثر كمان طبعا هاني هو العنصر المصر اللي موجود عين الراجل على اللعيبة اللي بيلعبوا محليين طبعا طبعا فله دور طبعا مهم الراجل يعني الراجل الناس دي المداربين من أصحاب الخبرة الكبيرة دي بيبقى يعني أفكارهم مفتوحة ويحبوا يسمعوا كتير وخاصة لما يبقى في الأول ومش بيكون فكرة كاملة فبيسمع من ده ويسمع من ده ويسمع من ده والملعب بيبينه بيبقى خناعته هي اللي في الآخر هي اللي بتتغلب لكن بيسمع للكل يعني بيسمع للكل طب هو اختيارات اللعيبة المحترفين اللي موجودين برة من اللي كان بيختارهم طبعا أكيد هاني لا الراجل يعني أكيد هاني هو اللي عارف العيبة اللي برة يعني الراجل معرفش اللي بتغال معرفش من الدول الإنجليزي غير صلاح طبعا ونني الراجل عامل حاجة كويسة أوها كبير اه الراجل عامل عيون له في كل البلاد اللي فيها مدفوعة الأجر على فكرة يعني هو مثلا في انجلترا له حد بيتابع اللعيبة المحترفين في انجلترا وبياخد أجر منه شهري على فكرة عنده حد في البرتغال عنده حد مثلا في اليونان يعني موظف ناس يدولوا المعلومات عن اللعيبة ومستوياتهم وبلعبوا على طول ولا لا والكلام دا كله فيعني دي حاجة كويسة طبعا بجانب وجود هني رمز المتابع طبعا طبعا كل دوت كل دوت ان شاء الله يعني النتيجة كويسة يعني ان شاء الله بالتوفيق كابتن مجدي بكرة بإذن الله واتفرحونا ونسي الناس كاس العالم وما حدث في كاس العالم يا كابتن مجدي وكل أعضاء مجلس الإدارة نجمينا الكبير كابتن مجدي عبدالغني ألف شكر كابتن فاروق انت لمست حتة مهمة جدا هي حتة من اللي بيختار هل نقدر نحكم على المدرب في ماتش بكرة لا لا صبت وممكن اختياراته ومجدي قال ان ممكن المدرب يكون لاختيارات عيون وبردك العيون ما أنا وانت مش هنتفق على العيب ممكن لو انتفقنا العيب مش هنتفق على عشرة بالضبط فباردك ممكن يكون الراجل اللي رؤيا يعني في العيبة كانت بعيدة استوعدت من المنتخب يعني علي غزال بقاله سنين مش موجود طيب أنا بأتكلم عشان كده يعني من أربع ساعة من قائم شوي غريب ما بيجيش المحمدي مش عايزين نتكلم على المنتخب لكن بنتكلم على الأصلح للمنتخب مصر هو أنا باردك يا مصطفى عايزة أقول نقطة مهمة المدرب المنتخب ده هو العين وهو المخ وهو القرار وهو المركزية هو كل حاجة مدرب المنتخب غير مدرب النادي ليه؟ بيبقى عليه ضغوط نص اللعيبة محترفين عايزين يجو طبعا افرد أنا مش محتاجهم هل عندي قدرة أن أنا أخذ القرار ما يجوش؟ هل الإعلام ما بيكون بيضغط عشان لعيب معين في الآله أو زي مالك عايز يلعب؟ هل أنا عندي القدرة أن أنا ما أقتنعش بوجة نظر الإعلام أنا ليه رؤية تانية؟ ده كل ده مع الوقت ده سند يبقى القوة من المكاسب اللي هو حيحققه في الفترة اللي جاية تخليه هو صاحب القرار يعني المركزية عنده في القرار يعني أنا تسألت مجدي هاني رمزي هاني رمزي شريك في دلوقتي في الفترة الحالية لكن بعدين لما رمزي يحط يده بقى هو حيبقى صاحب القرار وده العرف صحب ده طبيعي طبعا اللي بيتعين أو تضيف أو اللي بيمسك مركز كل اللي حاوليه ضيوف لوقتهم أقض لغاية ما ياخد ويشتري منهم ياخد من عندهم كل حاجة وبعدين يقول لهم مع السلام وبعد كده يقول لهم مع السلام وبعدين يمسك كل واحد يقول لا ده بيتدخل في الشغل لا ده 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 متقيل ده ده ريزل بيتعامل مع اللعيب وحش لغاية ما يجيب يقدر يشتغل عشان يشتغل براح لكن الفترة دي احنا بنتكلم أولا لازم نتكلم على الفريق اللي احنا هنلعبه ودي شيء مهم النيجر ده في التصنيف سي بالزبط يعني لكن ممكن الفرق اللي لا تعلم عنها الهوية أو الفرق اللي هي مش مصنفة دي لو ما كنتش تعملها حساب قوي يعني أنا مثلا هلاعب النيجر وهلاعب غانا أنا أعمل حساب اللي جمع نايجر جامع جدا أنا لا معارفش عنها حاجة لكن أعرف غانا وأعرف لعيباتها واللعيبها بلعبها في كل الدول لكن النيجر ده ما فيش حد غير اللي هو المهاجم بتاعهم اللي هو الموليد 98 لكن الفرق دي أنا معارفهاش هل الفرق دي أنا من خلال الأداء بتاعي والاستقرار الفني وخبرات اللعيب وجاي من كاس العالم والبلد بتصرف جامع جدا وعندي لعيبة بملايين الملايين الملايين وعندي ثالث لعيب في العالم وعندي لعيبة على مساء وعالي هل بكرة قدر أتعامل معهم ولا حاخد وقت عشان أتعامل معهم أو أنا مثلا في الأداء الجماعي والأداء الهجومي أتأخر إن أنا أجيب جول لا ده بكرة بشكل كبير جدا أنت أعتمد على اللعيبة خد بقى كلام العملية كنت رجل عندك خبرة كبيرة جدا بكرة المبارادي بتاعة لعيبة مش بتاعة مدرب بالظبط لهاني رمزي قريب معهم ده لسه جاي بقى له إسبوعين بالظبط والراجل ما يعرفش كرة المسرية وبقى له تلت تلت يام بيتمرانهم معهم يبقى اليسوء المبارادي بكرة العيبة ده كلام العملي ده دور محمد صلاح بكرة طبعا بتكلم على محمد صلاح مش بتكلم على الكابتن بتكلم على الهد بتاع المنتخد طب أنا عايز أقول حاجة في نقطة للكابتن يعني نقطة للكابتن أنا مش عارف أنت كنتم بكلمة على محمد صلاح هو كابتن أصبول لك الرابع ومش الرابع الكابتن زيبك من الكلام ده الكابتن في الملعب الكابتن اللي بيأخوت جوه هو الرئيس بتاعهم القصة اللي موجود اللعبة بتسمع كلامه بتاسك فيه واللعبة تحس إن هو عسل اللعيف فيهم إن هو يحسه يا مصطفى مش الحب إن هو أعلى قدرات وراجل هداف اسم علامي اسم عنده شعبية عنده جمهارية اللعبة هتحترمه ما تجليش واحد ما بلعبش في الدولة في النازل بتاعه تقول لي ده كابتن مصر ما ينفعش حتى لو نزل خحط الشارع ده في الملعب وماشي أول الطبو طبعا يعني طبعا يعني الواحد كان ليه الفخر بصراحة إنه لعبنا مع كابتن شازد الله رحمه كان كابتن بعدين كابتن مصطفى رياضي كابتن علي أبو جريش كابتن سيد عبد الرازي أسامي كبيرة كابتن مي مدرويش أنا حضرت وكابتن أبو العز وكابتن غريم الخليل النازل كلها هضبطها طبعا كيمات كبيرة وكلها عندها الهبة بتاعت الكابتن صح ويعود يكلمك ويزايد يحفزك وانت واقف قط اللبس يكلم ما كانش فيه الإمكان يدي بيتكلم ومصر ومش عارب لسه كانش دلوقتي عندنا المبادئ والقيم الفنية بقت عالية عند الجماهير بتخلي العيب بتضغط عليه تخليه طلع كل اللي عنده لما اللعيب يشوف مئة ألف ومئة عشرين ألف والناس بتشجع دلوقتي المنظومة التشجابية الجماعية في الملاعب هتلاقي الملعب متقسم مرتين حتتين تلاتة كله بيشجع المنتخب بنظام بطريقة جديدة طريقة تخلي اللعيبة بطلع كل الدافع لعدها كما أنا بتكلم على اللي بيسوق الفرقة اللي بيسوق الفرقة اللي حاخد التعليمات من المدرب مين صلاح محمد صلاح محمد صلاح اللعيبة هتسمع كلامه اللعبة مكتنعة بي اللعبة عرفاء أمته هو كابتن يعني كابتن يعني يعني مردولة ما كانش أقدم فرقة اللعب في الأرجنتين ولا ميسي ولا كريستيان ولا كريستيان من دولة نشا بس الإيمة بقى بتاعته إيمة اللعب إيمة اللعيب ده العيب علامي يعني بكلم على محمد صلاح كنت بقول كل بلد كل مصر في كل بلد في العالم ليه سفير لكن صلاح هو سفير مصر في كل العالم اللي كل العالم عرفاه هو ده سفير مصر في كل العالم يعني إذا أفز بمصر أفز جمدة جدا في عالم الرياضة في عالم كورتوريكات في عالم الاقتصادي في العالم السياسي محمد صلاح لازم ده إيمة عندنا لازم نحافظ على الإيمة دي الناس بقال لي تقول لك مش عارف إيه ده بيفتري ولا حاجة ده محترم بس هو تعود هناك إن ده محدش يطلع القوضة يخبط عليه عشان نتصور بس ده حصل النهاردة الفتا دي كبير فاروق يعني حاجة كويسة إن إحنا استفدنا من الدرس وبتادي ألا يحصل حتى تحس اللعيبة بص المصري المصري فاكر فاكر لما كنا بنا في المطارات على الرصيف عادي وكراسي وكراسي وعالدكة بس برضك ده مخلناش إحنا إحنا نبقى سعداء جدا إنه عندنا حدي زي محمد صراح بكلم بصراحة طبعا 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 عامل طفرة أنا عشان بسافر فأنا شايف صلاح ده أوروبا دي عامل زي على صلاحه إحنا برضك هنا بنشوف الإعلام الميديا بتاعة مصر هنا إحنا بنشوف من خلالها محمد صلاح لكن مطروح بره محمد صلاح لدي حاجة تانية خالص ده بقى زي زي بتكلم على هارم بتكلم على حاجة قيمة جبيرة جدا إنه شايفة كده محمد صلاح إحنا لازم إحنا كمان المصريين نشوف أكبر من كده إن ده ندعمه أتفضل الأسبوع اللي فات وأنا قلت هنا أنا جاي من أمريكا معيش تأشيرة إنجلترا وأنت عارف يعني أنا دخلت عشان قلت له أنا مداري محمد صلاح ما حصلتش في التاريخ إن حد معوج فيزا بياخد فيزا من المطار ويخش 12 ساعة قلت له أنا المداري بتاع محمد صلاح اكتب كذا 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 على البتاع ده وحيطلع لك محمد صلاح سبني خمس دقايق رح سأل رح سأل بإسمي وعالبتاع ومحمد صلاح طلعني أنا مع محمد صلاح وطلع مين مصطفى يونس وإحنا لازم برضك يا مصطفى فمحمد صلاح بقى يعني عشق عشق كل الدنيا لا عشق خلاص النجومية خلاص لكن إحنا عايزين الاستمرار استمرار صلاح عشان أجيال تطلع له أجيال تشايف إنه أم كمل أجيال تشوف إن ده أمل كل لعيب مصري وكل ولد صغير طالع وكل أم وقب شايفين ولادهم حيبقى محمد صلاح يبقى محمد صلاح النسانده إنه هو يكمل يبقى مشوره طويل عشان الأجيال يطلع بعديه ما نقولش محمد صلاح ده نجم لحظة لا ده نجم مستقبل نجم مستمر نجم النسانده يقعد أطول فترة عشان يطلع له الأجيال بعد كده تحصله هو ده الرؤية اللي المفروض كل البلد تتفق عليها نحنا عندنا حد موهبة كبيرة نجم كبير صغير في السن راجل منضبط وملتزم أخلاقيا على مستوى عالي جدا محترم بيحب بلده ودي نمر واحد صلاح بيحب البلد فلهم ما بيحب البلد نشيله فوق دماغنا ولازم ندعمه بشكل كبير نستثمره إزاي يا كابتن فاروق هو استثمر صلاح اسمه إحنا نستفد منه إيه كمصر نستفد من اسمه في السياحة في الاقتصاد في شبابنا يبقى ده قدوة للشباب يبقى تريحه عشان هو ما يطلع في أي وقت في أي توقيت يتكلم على البلد كويس إن البلد بتسنده يعني إحنا المرة اللي فات ما كانش فيه علاج بسرعة للظروف دي كانت الدنيا تقلبت يبقى أنت مش بتسند النجم تخلي بالك ده فيه مشكلتين في شهرين ثلاثة أه ما أنا بقول لك عشان كده مشكلة الطيارة والمشكلة الاخرونية طبعا طبعا أنا بقول لك عشان كده على فكرة الدولة هي اللي وقفت في موضوع الطيارة بالزبط ودو يعني شخصيا يعني المؤسسة هي اللي وقفت وخلصت الموضوع ده خلصت الليل عشان ده نجم وغاية عارفة قيمة النجم فأنا لازم ندعم صلاح بشكل كبير جدا ونحافظ عليه أهم بقى من إحنا ندعم ونتكلم إن إحنا نحافظ استمرار صلاح نجم طول ما صلاح نجم واسمه موجود البلد بتدعمه بشكل كبير جدا إنه مصر زي بكلم على السياحة دلوقتي إحنا شايفين اسم صلاح بقى اسم علامي يعني فيه بلد زي البرتغال كريستيانو بس فيه بلد تانية سامي البرازيل حد كان يعرف البرازيل أنا روحت البرازيل دي كانوا سبعين وثلاثة وسبعين روحت البرازيل البلد كان كلها كل البيوت والله ما بهذر والله العظيم الكلام على مسئوليتي يعني كان كابتن شاحته موجود وكابتن هاني مصافرة بنا ديله لأمر وحسن علي ما روحوا البرازيل دي كان بلد دي كلها صفية بيوت كلها صفية زي أفريق الكورة الاقتصاد الكاروي ده رقم ثلاثة طبعا البرازيل كسبة 111 مليار دولار في كاس العالم 2014 111 مليار دولار 2014 في كاس العالم روسيا 185 مليار دولار طيب كويس أنا بقول ده أنت بكلم على دلوقتي روسيا اسم كبير لكن تبكي مع البرازيل دولار البرازيل بلد دولار تبقى من العشرين من العشرين آه يعني خلاص الدولة اقتصاد يعني انور ان شاء الله مصر تبقى كده الفترة جاية ان شاء الله لكن بقولك الناس اللي بتفكر لازم تستسمر الاقتصاد القربي الاقتصاد الكورة أو الرياضي عموما فإحنا عندنا لعبة في كل المجالات يعني وإحنا شايفين مش ده إحنا هنعمله في المجال التاني في المشروع القومي الجديد بإذن الله اللعبة دي هتسفروا عندها 18 سنة هتسفروا من العاشة ببلاش بعد كده نتحاسب بقى لما يلعبوا بالجوم هتحاسب بقى هتعملهم من العاشة كل حاجة وحنعرض الفيديوهات بتاعتهم وحنصفر لهم المناديب والوكلاء والروح يعرضهم على البلاد وكل بلد هنشوف ان اي واحد عنده لغة او اي واحد عنده مساحة ان هو يروح يزور البلد دي وتعرف عليها وإحنا هنعرض البضاعة بتاعتنا اللعبة هتلاقي دي هتفتح مجال هتكلم على السياحة هيبقى فيه مجال السياحي هتكلم الاقتصادي الاقتصادي الانتشار الكورة والكورة لازم نهتم بيها او الرياضة عموما نهتم بيها ان هي ده عارف اللي ما يبقى شوريان ان انت عايز تخش مكان الاسهل حاجة تخش بيه هي شعبية كورة القدم اكيد طبعا مش تممكن هتبقى معايا ومش هكلمك على نادي الزمالك قول لي نادي الزمالك دلوقتي عمل توقامة غير طبعية مع توركي الشيخ هنتكلم بصراحة وانا هنا بحيي المستشار مرسادة منصور ان استغل الموقف بتاع النادي الاهلي وضم او حصل توقامة مع المستشار توركي الشيخ اصبح بقى فيه قوة تالتة في الكورة يا كابتن فاروق تجربة بيراميز سلبياتها واجبياتها ايه احنا دلوقتي التجربة جديدة على الكورة المصرية او على الرياضة المصرية والرياضة العربية ننتظر نشوف اللي جاي فيها هيبقى شكل عامل ازاي احنا شايفين دلوقتي ده استثمار انت بكلم عن الاستثمار فيه استثمار الاستثمار كمان لازم حنساند الاستثمار ان احنا دلوقتي في مرحلة تنمية والبلد محتاجة الاستثمار بشكل كبير جدا فالحاجة جديدة ان الكورة تبقى فيها استثمار فيها مليارات الجنيهات حتخش فلازم نلطف الأجواء ونشوف الاستثمار ده عشان يزيد في المرحلة اللي جاية ونتدعمه ازاي في الفترة اللي جاية وانا من وجهة نظر ان احنا ندعمه نبقى يعني زي ما حقول لك حاجة حقول لك حاجة لانه بعد 4-5 سنين هتلاقي 4-5 سنين كده هتلاقي الميجي نبقى 10 جنيه يعني في العالم هي الميجي نبقى 10 جنيه دلوقتي لا يعني انت انا اخوي عايش في السعودية انا يعني انا بتكلم كلام عاملي جدا يعني علبة سجاير احنا عادين بنتخانع على علبة سجاير اخوي بيشرف سجاير فبيقول لي علبة سجاير بـ 7 و 50 دنيا ده هناك هناك هو بيقى بكاة لا مش هو بيقى بكاة احنا عندنا مشكلة احنا عندنا مشكلة حقول لك نقطة مهمة جدا انا كنت بشغل في دولة عربية بحلل باخد باخد فلوس كويس لكن بصرفه بلد نار اللي انا فيها بصراحة انا كنت مع المصرفة اغلاء اساسي قبل مشتغلت في المدر اه اتا بتاخد بتصرفهم بتصرفهم برا البلد نار على صراحة يعني احنا ليه انا معاك ليه عادينا احنا طبعا احنا احنا جيل او الاجيال اللي اللي بعدينا بشوية او اللي قابلينا احنا بنحضر الاجيات جاية يعني ااجيات جاية احنا لو شايفين ان كل واحد هيشتكي من الغلاء وان كل واحد يقول مش عارك ايه والاشاعة البلد مين؟ هنجيب حد يقوم بالبلد؟ إحنا اللي هنقوم بالبلد وجيل ده يعني مش مشكلة أن إحنا نستحمل. يعني في ناس اللي جاي أول عا يستريح. الأجيال اللي جاي يعمل بقى لولادك. خليك بقى نتكلم يعني زي ما يقول مستقبل وطن إحنا لبلد. ده إحنا بنعمل مستقبل لأجيال. لأسرة. لولادي. لولادك. لكل واحد بيشتغل عشان اللي جايين يبقى طالعين مستريحين. شايفين النور. شايفين الثقة. شايفين العلم. شايفين الثقافة. شايفين البلد دي ما عنداش مشاكل. شايفين الأبراج. شايفين عاصمة جديدة. عن سفارات في أماكن محددة. هل تشوفت اتفاعات اللي عملها الرئيس في الصين؟ طبعا. الأطر الكهربائي وحاجاته. بس بقى الناس تبقى مقتنعة. يعني الرئيس قاعد يلف وقاعد يشتغل. وقاعد الناس تبقى مقتنعة وتسنده وتقف جنبيه وتبقى راضية من جواها من غير الكلام اللي بيتقال وكلام الفارغ اللي بيتقال. لا ده كلام سوشال ميديا الناس راضية ومقتنعة. معلش. معلش. ببرا. لقى فاكر انت زمان لما زاود الرز جنيه الدنيا قامت في مصر. فاكر زكريا محي الدين. اللحمة يا كابتن. ولا? اللحمة سنة سبعة وتمانية وسبعين. بالزبط الدنيا قامت. رئيس سادات الله ارحمه. ارحمه. لغى القرار. لغى ده هو ألف التلفزيون كنا احنا باللعب اللي بيتنقل نقل. احنا مرنا بالظروف صعبة وبعدين احنا جينا من الصعب للأصعب. لكن احنا لازم نستحمل لازم نتنقل. احنا مش هنفضل زي ما احنا الدول بتسبقنا دلوقتي مش هنفضل زي ما احنا لازم نتنقل. لازم يبقى عندنا طموح ان احنا نبقى. احنا طول عمر مصر هي نمر واحد في الدول العربية صعب جدا ان احنا نرضى ان مصر متبقاش نمر واحد. عشان نمر واحد اللي حيش لها ولادها. لهو ده دي القناع اللي عندنا. يعني لازم يبقى عندنا القناع. احنا لحنشي البلد ونفضل مستمرين بعاون ننقلها. ان مصر تفضل تستمر. انها نمر واحد. نتزة مالك القضية اللي عنده دي والمشاكل هتخلص امتى فاروق؟ انا مش عارف. لكن انا يعني انا شايف ان فيه ضغط على نتزة مالك الفترة اللي فاتت. انا بس عايز اقول حاجة المستشار مرتضى. اه. تعارف؟ يعني قبل كل حاجة مستضى صاحبي. صاحبنا صادقنا. اه. وانا مفيش مصالح خالص بينك بالمرتضى. يعني انا بشتغل حتى انا مستشار انت نادي زمالك يا فاروق. انت نادي بتاعي وتربية وانادي ده اللي عملني. مرتضى لي اللي احترام في نقطة مهمة جدا انا هقولها مصطفى يعني ارجو ان كل واحد يعني مركز معي فيها. مرتضى عمل حاجة كل لعيب. وده مرة ما حصلت. كل لعيب. لبس تشيرت بتاع نادي زمالك. واعتزل اللعب. او اعتزل التدريب. او تلعب معاش. ليه معاش من نادي. وده تحسب لمرتضى. الله عليه. انا بكلم بامانة. انا عارف. كل واحد وانا بكلمك انا مسؤول عن الكلام ده. انا عارف اصلا. او انت موجود انت تبتقعد معي في المكتب. او تيجي لا. كل واحد يا مصطفى. لبس تشيرت بتاع النادي. ليه حق عند النادي. اللي بتدوله مرتضى منصور. فيه لعيبة لعبت بقى وما خدتش فلوسها. ولعيبة بطلت وليها فلوس. لكن وانا بتكلم. ولا بجامل مرتضى صاحب. انا مابلوش. يعني عشان تبقى عارف. انا مابلوش. انا مابلوش. انا مرتضى صاحب. وانا وهو علاقة 35 سنة. مرتضى عمل. وانا كان لياه دور وهو في مطاق الاحترام عمل كده. وكان رغبته انه هو موافق. وعملنا لكل ولاد النادي. كباتنا واللي قدنا واللي بعدين. وكلهم بيشتغلوا في النادي. كل الألعب. كلهم بيشتغلوا في النادي. كلهم بيشتغلوا في النادي. حتى اللي مرتبوا بيجي ويروح لغاية البيت. لما عاش بيروح لغاية البيت. وهو دي حاجة اتمنى اتمنى ان احنا برضا نخلي ندز ملك يفوق شوية. يعني يفوق شوية. طبعا احنا في دولة قانون ومؤسساته نحترم كل الناس فوق دماغنا. الفترة اللي جاي عايزين ندز ملك حيلعب في اكتر بطولة عايزين استقرار نادي زمان لك نشاء الله نتمنى هذا كانت في فروع عايزك تختار شخصيتين ثلاثة كده وتوجلهم رسالة هنعتيه بديه رسالة مش شوال مرتضى تختار مين توجه له رسالة هنا بريدة اختار لك انا بقى هنا بريدة انا بحبه جدا كلنا بنحبه يعني عايزة اقول يعني يعني هخش في حتة كده مش حابب ان انا نخش فيها حتة ان شركة تديره كرة في مصر مش معاها خالص هو مش المال اللي بيديره كرة في مصر كلها رؤى والمال هو اللي بيتحكم في كرة في مصر دور الإنجليزي الدور السعودي الدور الأسباني مش احنا احنا لسه كن نتكلم على الامكانيات المادية للشعب المصري لو احنا كده بعد سنة سنة ونص سنتين هتلاقي البس بفلوس يعني مش هتفرج على المطشط غير بفلوس وده السيستم اللي ماشينا عليه وحيبقى النظام اللي جاي واحنا مش عايزين كده مصر مش بتاعكده الشعب ما عندوش حاجة بيشوفها ولا بيقول او بيسعدوا او بيسعدوا او بيسعدوا انا اقترحت اختراحة رؤى اه زي ما انت بقولت علبة السجار ب30 جنيه و40 جنيه انا اقترحت اختراح 57 جنيه اه احنا احنا ملاش فيها انا اقترحت اختراح قبل كده اللي هو تبقى الشهر الشهر بعشرة جنيه او ب20 جنيه وديكودر ب50 جنيه ليه يا رؤى عشان نصرف على الرياضة عشان نرتخي بالرياضة وبالكورة وبالاندية الفقيرة وبالملاعب ونعمل الفار ونعمل الفار ونعمل الكلام ده اي اب ربه اسرة بيشتري علبة السجار ب57 جنيه لما يدفع 20 جنيه في الشهر ما جيش نص علبة السجار انت هتخيل حيبقى فيه كم ديكودر في مصر انا مش بتكلم في كده يا مصطفى انا بتكلم دلوقتي احنا مش عايزين احنا خلنا ده البلد مش هتصرف على الكورة احنا لا مش هتصرف طب انا بقول كده طب ايه ان بلد ما تصرفش انا بتكلم في نقطة يا مصطفى انا بتكلم ان احنا شفنا بعد كاس العالم وقبل كاس العالم الزخم اللي موجود في الاعلام المصري في الشارع المصري في وجهات الناس والزعل والفرحة وكل الكلام ده في الكورة خلينا نتكلم في الكورة بس الكورة اصبحت دلوقتي هي المراية مش عايز اقول المراية هي الشاشة الحقيقة للشعب يقود يتفرج عليها كان زي من الافلام خلاص الافلام الاجتماعية راحت فانت دلوقتي ما عندكش حاجة تحسسك ان انت عايش في بلد مؤسسة غير الكورة طب انا حافظ عليها للناس حافظ عليها للناس ليه حالي احالي بالكورة من حاجة مطعة للناس ومشاهدة للناس لحاجة بقت بفلوس لا يعني انا وجد انا وجد نظري يا رؤى هي مش بفلوس هي مساندة للكورة اللي احنا بنحبها مش فلوس هتدفع عشان تتفرج على الدوري بتاعك تدفع لك 2700 جنيه زي احدى الخنوات ولا 3000 جنيه في السنة على فكرة في دول عربية مش البلد اللي انت بتقول عليه في دول عربية كتير نشفر الدوري العام عندها احنا مش هنينفع لنشفر الدوري العام انا وجد نظري انا اشتغلت في كل القنوات العربية مش هينفعوا في مصر تشفر ان الشاء هناك الملعب بيروح مثلا بتلاقي في الملعب 7801 1100 لكن انا في المطشط اول ما تفتح الجميل هتلاقي 7080 الف في الملعب معنى كده لو انت شفرت ده هتلاقي في الملعب 300 1400 الف ومشاكل لكن انا ما بقى النهاردة بيريح الناس او البلد المؤسسة او الحكومة ده شغلته ايه راح للناس وشوف الناس اللي تعيبها ايه حللوا مشاكل الناس اللي محتاجة تتعلم تتعلم تتعالج تتعالج عندها مشاكل تحلها دي المؤسسة ده شغلها الشغلها العمل ان انت تريح المواطن شغل المواطن وراحت المواطن اهم حاجة فانا شايف ان بلاش ان مشين في الطريق ده وبلاش ان احنا نسعى ان يكون ده طريق ونقول النغمة ان كل العالم بيدفع فلوس اه كل العالم بيدفع فلوس الناس اريح منهم ده رئيس الجمهوري الناس غالبانا طب يعني ده هو بيقول يعني سلطر رئيس بيقول الناس غالبانا طب احنا يعني هو شايف كده انا برضه احرجع اقول لك ان دي ما باعتبرهاش انا كمصطفى يونس انها مشفرة انا بسميها مشاركة للارتقاء بكرت قدم في مصر مش كل واحد حيديك المشاركة لا مش كل واحد انت غني انت غني انت غني يا مصطفى رؤى عشرين جنيه دي دولار يا ابن الحلا معلش ممكن واحد ما يقدرش يدفع العشرين جنيه ده ما هي أسر يعني أسره واحد يا مصطفى واحد دي يمشي روح الشغل في واحد دي يبقى معاش يا مصطفى سبعمائة جنيه وتوانمائة جنيه وبروح يشتغل شغله جنب المعاش ما يقدرش يدفع من المعاش تعريفة والله يعني يعني احنا بنقول فكر لا احنا عاجزين نقول المصلحة واللي احنا شايفينه ان احنا دلوقتي في بلد شايفين احنا فيه تنمية بشكل كبير جدا فيه استطرار بشكل كبير جدا فيه نقلة بتحصل في البلد نتمنى ان تبقى الرؤية كلها ان الشعب دي يبقى مستريحة لا فيش حاجة اسمها الكورة بعد السنة تبقى مشغفرة ان الكورة بعد كده هتبقى الحب الناس او رغبة الناس انها تفرج على منتخبها وعلى فرقها وعلى الدوري ان ده عشان تعمل كده بفلوس مصر متعودتش على كده لو يعني انا وجه نظري والله هذا اقتراح وده اقتراح والافضل للبلد احنا احنا خدمين البلد دي احنا خدمين البلد دي وشرفتنا وان شاء الله نعسى جميعا والشعب المصري بالفوز بكرة على النيجر لان احنا التونس 3 بنت واحنا والنيجر والنيجر بنت كل واحد بنت واحنا مع ديناش ان شاء الله احنا مع ديناش بالتوفيق لمنتخبنا حبيب قلبي وصديق العمر كبتيفرور نورتان ده بتنورني عزيزي المشاهدين كده افتدي حلقتنا النهاردة واشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي يوم الاثنين ولا النهاردة الاثنين نهاردة جمعة الاثنين الجاي في نفس الوقت وان شاء الله هيكون عندي اول خبر فوز مصر عن ايجر بإذن الله ونسعد بمنتخبنا وبلدنا اللي عادة بكرة الساعة 12 اسبوع على خير يا صنع يا اعنمي اشتركوا في القناة